موسيقى أهلا بحضراتكم أعزائي مشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أمنية مصرية الأعراف والتقاليد الجامعية الجملة دي لفتت نظري وأنا بقراها في تصريح للدكتور حسين مغربي أقائم بأعمال رئيس جامعة بنا هو كان بيتسئل عن موقف الجامعة من السماح للطلاب قبل بدء العام الدراسي بالدخول بالبانطلونات المتقطعة ومنع التدخين داخل الجامعة بس علشان نعمل ده لازم يكون بقانون وده وابط العنوان اللي بره شدني لأنه كان بيقول منع البانطلونات المقطعة من ارتداءها داخل الحرم الجامعي أنا الحقيقة مع حرية الفكر حرية اللبس حرية العمل السياسي أنا مع أي حرية في إطار اللي قاله الدكتور حسين بس في حاجة اسمها قانون هو اتكلم عن العرف والتقاليد أنا لما أريد العنوان اعتقدت أنه سيتم المنع بالقانون لكن لقيت كلام الدكتور هو في تفاصيل خبر بيتكلم عن العرف والتقاليد والنظام أنا مع حريتك كطالب في إنك تاكل اللي انت عايز تاكله تلبس اللي انت عايز تلبسه تتمع المزيكة اللي انت عايزها لكن ده كله بيكون داخل إطار في الجامعات في حاجة اسمها Code of Conduct Code of Conduct يعني ده ديل ما بين الطالب والجامعة بيمضي عليه الطالب الديل ده بيحط قوانين الطالب بيلتزم بيها حصلت حدوتها في إحدى الجامعات الأجنبية أنا كنت بعمل فيها إن جانت بنت كان في الصيف في السامر كورس جات لابسة يعني سموها جوب قسيرة سموها شرطة طويل في الحتة دي كده فعامل الأمن على باب الجامعة قال لها ممنوع الدخول قال لها ده ممنوع قال لها ده ممنوع قالت روح كلم أبويا في البيت فعامل الأمن كلم أبويا عشان هو الوافع إنها تنسل كده عامل الأمن أخدها لمكتب المسؤولين في الجامعة فالبنت قلت لهم فين إلا أنا مضيت عليه يقول إن أنا ملبسي جوب فوق الرجبة فتحنا الكود أوف كونداكت طلع المكتوب إن يلتزم الطلاب باللبس الملائم للحرم الجامعي قالت وأنا شايفة ده ملائم وأنا عينتي شايفة ده ملائم يبقى هنا إحنا عندنا مشكلة إن ما ينفعش إن إحنا نترك المعايير لوجهات النظر المختلفة أنا ده جامعة اسمها حرم جامعي يبقى عايزين نطبق قانون على الأولاد يبقى القانون ده يكون مكتوب والأولاد يمضوه لأن إحنا مش أنا مش معا إنهم يلبسوا زي ما إحنا عاوزين ونقول إيه البنطلون المقطع ده لابسينه ليه لأن الحقيقة اللي بيقولوا كده هم في السبعينات كانوا بيلبسوا البنطلونات شالستون أو الإلفنت لك وكان لونها الحقيقة كان ديولين موضة وكان لونها بمبة وأخضر وأحمر وكانت رجالة بتطول شعرها وكل حاجة فالنهار ده اللي بينقودوا هم دول اللي في زمن يمكن كناشت ولدنا من سنين كانوا هم اللي بينقودوا الولاد الولاد من حقهم الشباب يبقى عندهم مساحة وإنهم يعملوا أي حاجة مختلفة شوية طالما ما بتضرش الآخر لكن لما يجي حد الجامعات يبقى لازم ما اعتمدش على العرف والتقاليد لأن العرف والتقاليد للأسف بيتغير يبقى باعتمد على النظام والقانون ولازم يتكتب النظام والقانون ويعلن به الداخلين الجامعة يا إما هيبة الجامعة هتروح في إطالة النظام والقانون إنك تحترم أستاذك وتحترم دراستك وتحترم زميلك أو زميلتك تحترم الموظف أو العامل اللي بيخدمك ده مش هيفقد حد حريته بالعكس ده هيخلينا كلنا نتعامل إن احنا بنحترم كل شيء وده بها ينعكس على حياتنا كلها سواء وإنتوا جوة الجامعة أو بعد الجامعة العرف والتقاليد حاجة والنظام والقانون حاجة تانية خلي بالك أنت لو رايح تركين عربيتك في شرعك وفي ذهنك الاحترام والتقاليد والعيب مش هتخانق مع واحد ركن قبليك لكن لازم يكون فيه كمان قانون بيقول إن المكان ده ممنوع نركن فيه وممكن يكون كان مسموح نركن فيه السنة اللي فاتت مقدرش أعب ضد القانون وقول ما العرف كان بيقول إن احنا بنركن هنا كل مرة لأ القانون والنظام بيتغير لو رحت محطة المترو بتقيت على تذكرة ولقيت طبور واقف ولازم توقف في دورك يبقى أنت بتتبع إيه النظام بعد شوية النظام ده من كتر ما نعمله أتمنى يبقى ده العرف في حياتنا إيه سعى لكده بقى كل حاجة في حياتنا كان زمان الزوجة والزوج كان كل حاجة بينهم ماشية بالإحترام إنما اللي حصل إن العنوان ده بدأ يتلاشى الإحترام والعرف والتقاليد بدأهم يختفوا أكيد لو كانوا موجودين مش هنلاقي نسب الطلاق وسط ال40% سنوية لو اللي راكب عربيته على الدائري على المحور عرف إنه مش ماشي لوحده وإن فيه احترام للقانون مش هنلاقي كم الحوادث اللي إحنا بنشوفها لابد أن نحترم القانون ما نطلبش من الطلبة والشباب يحترم وعرفه وتقاليد ما فيش بيه قانون وإحنا اللي بنطلب ده ما بنحترمش للعرف ولا التقاليد ولا حتى القانون أمنية مصرية أنا بتمنها وبتمنى إن إحنا نعيش فيها بتمنى إن إحنا نرجع تاني نعيش زي مصر زمان بالعرف والتقاليد والعادات وفوقهم القانون ده اللي بتمنى لمصر رجعنا لكم تاني معنا خبر بيقول إن وزارة السياحة قررت عمل حملة ترويجية العام المقبل يعني 2019 إن شاء الله هيكون العنصر الأساسي في الحملة دي هو المتحى في المصر الكبير لأنه هيتم افتتاحه إن شاء الله في 2020 ده حدث ثقافي مهم جدا حدث مش بس أنا اللي بعتبره عالمي لأ هو حدث عالمي وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزارة السياحة إن اللي افتتاح هيجذب السائحين من كل أنحاء العالم اللي يشاهدوا عظمة مصر وحضارتها ده كلام مهم جدا والحقيقة أنا مش عارفة إيه هي خطتهم لهذا الترويج لكن تعالوا أتكلم كده بصراحة المرجح إنها هتكون خطة تقليدية تبقى لما يدور في الدوائل الحكومية اللي هي السيستم والنظام المرجح إن هما بيلتزموا بيه ومتعودين عليه أمنيتي الحقيقة أنا شخصيا إن يكون هذا الحدث في الترويج يكون مختلف لازم يكونه ترويج خارجي لازم يكونه ترويج خالجي خلال السنة يكون مختلف شوية بمعنى إن وزارة السياحة تعتبر إن ده حدث مصر كلها لازم تتعامل معاه على إنه ورشة عمل ورشة عمل خلية عمل سموها زي ما تسموها لازم يتم دعوة فيجرز فيها يتم فيها دعوة محمد صلاح محمد صلاح مش دوره كرة بس محمد صلاح بيجذب أنظار العالم أكيد أنا متأكدة إن الدكتور زي حواس هيكون موجود وده له تواجد دولي لكن مش كفاية محتاجين أسماء كتير دولية تكون موجودة زي الدكتور مجدي يعقوب وغيره أسماء زي كده لها وجودها في الخارج وليها الناس اللي بتحبها وتطق فيها اتحاد الكتاب بس هتقول لي إيه علاقة اتحاد الكتاب بسيحة أقولك لو اتحاد الكتاب المصري بس خاطب اتحادات الكتاب العالمية على مستوى العالم بالتنصيق مع المزارة أو نقابة الصحفيين مثلا خطبة نقابات الصحفيين على مستوى العالم ده هيساعد في الترويج الفاعلي لهذا الحدث الترويج لفتتاح المتحف المصري الكبير ليه ما تعملش مسابقة ليه ما تعملش وزارة السياحة مسابقة تعلن عنها للشباب وتاخد أحسن أفكار ترويجية الشباب بيفكروا أحسن بكتير جدا من الأجيال قبل كده يبقى احنا هنا لازم نفكر بطريقة مختلفة اعملوا مسابقة خلوا الجامعات كلها تعمل مسابقة اجبوروا الجامعات تطلب من الشباب يعملوا مشاريع ترويجية للمتحف واختاروا منها حفزوا شبابنا واستفادوا ممكن نعرف حاجات احنا ما احناش عارفينها الجاليات المصرية في الخارج الجاليات المصرية في الخارج بتحب مصر قوي على فكرة وبتبقى سعيدة جدا وفخورة قوي بأي حاجة جوا مصر استعينوا بيهم استعينوا بيهم يساعدوكم في كل بلد عندنا جالية مصرية خليهم يساعدونا خليهم يدوا مقترحاتهم يتعاملوا مع وزارة السياحة مباشرة ويشوفوا ازاي يقدروا يروجوا لهذا الحدث بوقت كافي قبل الاعلان الحقيقي النهائي عن الابتدع دي الأسار بما اننا بقى بنتكلم في الأسار تعالوا نروح لأسوان وهي طبعا محافظة من المحافظات الجاذبة للسياحة في وسط السياحة والأسار الحاجات الجميلة دي قوي نلاقي ان نادي الهلال في محافظة أسوان اللي اتبنت اتبنته الدولة وصرفت عليه مليون ونص يتحول لمقساة الملعب مية مغرقية مباني مش مكتملة رمل بالأطنان في الملعب ليه بيحصل كده تعالوا نشوف التقرير وارجع لحضراتكم داني يبقوا نادي الهلال مش من أقدم الأندية بتاعت أسوان نادي الهلال أقدم نادي في أسوان فدخل تطوير مع عهد سيادة الوزير العمري فاروق وسيادة الوزير حضرينة وشد المسؤولين شدها جامد عشان اللي شاف المنظر ده راح تم نادي دخوله في تطوير من سنة 2013 وإلى اليومنا هذا مش مستلمش ما نعرفش إمتى تسليم النادي أو مرحلة التطولة تنتهي إمتى المصيبة الأكبر كان ما فيش صور وتم فرش ملعب الملعب النجيرة الخضرة فرشها قبل ما تعمل صور لما أخذها بيجي رعاء غنم ياجه هنا يعمل زي ما انت شايف سيادتك بيجي صحراء جرداء لما يتكلم يقولك مصروف عليه مليون ونص يعني اللي أنا شايفه ده ما فيش حاجة تصرفت عليه المشكلة صراحة شركة المنفذة مع مدير الشباب الرياضة انت عامل مع مين احنا مش عارفين نروح للمدير الشباب الرياضة وستاذ هاني وكيل وزارة قولنا لا لا مشكلتكم مع الشركة المنفذة نروح للشركة لا انت وستاذ هاني يستلموا الملعب الخماسي استلام تدائي طيب استلمنا الملعب هنصلاحونا الملعب ده طيب امتى الله أعلم كلام ده على الفكرة ساعتك من 2013 خمس سنين خمس سنين خمس سنين مش جاعدين يعملوا ملعب كورة من ايام عمر فاروق وزير الشباب الرياضة شوف احنا في سنة كامل 2018 ثلاثة وزارة لأربع وزارة عدوا على حرام يعني الصراحة حرام حرام اللي بيحصل فينا النهاردة انا جايب ببص على النادي زي ما هذاك سايف يعني حاجة تحزن حاجة مفيش مفيش حاجة يعني مفيش حاجة تشجعك انك انت ممكن تجيب لعيبة انك انت ممكن تعمل حصة تدريبية هنا مفيش طب ليه احنا رينا نستنى لحد ما الامر يوصل بهذا الشكل طب يعني وانا ليه كلمة صغيرة يعني اذا كان على لعيبة اللعيبة موجودة اذا كان على الكورة الكورة موجودة ولكن الاجيال الاجيال اللي هي ممكن تروح برا يقعد على اهوة يتوجه لطرق تانية يتوجه لطرق تانية وبعد كده يقول والله يا ريت اللي قرره مكان طبعا ما فيش امن ولا في حراسة تمام احنا عايزين الحراسة وعايزين الامن والامان لان النهار ده ولدي في مدرسة اما يطلع بتاعه يلعب كورة انا هفرح له تمام وهفرح لكل شاب صغير طالع احسن ما يروح يشرب سيقاير ويروح يشرب مخدرات وينحرف ايه الرياضة تمشي في بدن واللياقة تمشي في بدن بتاعت الرياضة تشايف الارض عاملة ازاي؟ دي مش ارض اصلا كورة وملعب يعني فين ملعب كور واي حاجة يعني ما شايفين برضو حاجة جديدة كده تتعمل نادي يعني شايف انا يا صغير ابتاي بتخش بتكسر ببان بيخش ببوز وخزانات بيخش بيعمل اي حاجة مش شايفين حاجة جديدة تعمل كورة مدربين اي حاجة بلعب عادي هنا في النادي وكده بس ايه يعني الارضية مش مناسبة للعب يعني هنا رحت وجهت على دراعة ووقع بسيطة رحت تتكسر المشكلة انا ان هي بيكت وقر وقر وخدرات يعني ما بقاش نادي كاللعب ورياضة جيبه ما بقاش اي حاجة بالغير ان هي وقر وخدرات هو دا نادي الهلال في اسوان احنا معنا مدخلة معنا المهندس هشام عادل رئيس مجلس ادارة نادي الهلال باسوان اهلا وسهلا يا فندم اهلا بيك فندم اهلا بيك فندم اهلا بيك فندم اهلا بالبرنامج العظيم منية مصرية على قناة دريم اللي هاتف تهتمي دايما بمشاكل عندية الاقاليم وعندية المظالمة اهلا بيك فندم اهلا بحضرتك اه الحقيقة انا ما شفت التقرير بتاع النادي اه انا اتصدمت هو ازاي الحالة وصلت لهذا اه المستوى المنحدر يا فندم اه في البداية اه دكتورة امنية نادي الهلال باسوان هو اقدم نادي في محافظة اسوان نادي انشئ عام تلاتة واربعين بعد استقرار الاوضاع في النوبة الجديمة والهجوات الثلاثة اللي تمت بعد بناء خزان اسوان وتعلياته الاولى والتاني ايه تمت تسميته نادي الهلال بالنسبة لنادي الهلال للسودان تمام اه اه النادي اه كتساعت الكرة في اسوان كانت اربع عندية اه النادي الهلال من ضمن الاربع عندية دي اللي هي استمرت حتى الان اه احب اقول لحضرتك انه 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 لنلعب لانت حضرتك شفتي ده انشئ سنة تسعة وسبعين ايه من سنة تسعة وسبعين حتى اه قدوم اه الوزير الصادق العامر فروق اه ما فيش اي حياة عامل في ملعب لما لما لات الوزير عامر فروق ظهرنا في يناير الفين واثنشر ياته امر بانشاء ملعب وصور وشبكة طي وصرف واضعهم للأسف الانشاءات تمت بشكل عشوائي بمعنى اه اللي انا عرفه ان انا عشان اعمل ملعب اه اسمح لي حضرتك شكل عشوائي ايه في نادي له مخطط ولو بلان عشوائي ازاي يعني هو مين اللي بانه هو اللي بانه السكان عشان يبقى عشوائي ولا اللي بانه المسؤولين عن البناء للأسف الوزارة هي اللي بانت للأسف الوزارة عن طريق الاجهة الادارية لشباب الرياضة يعني حياتك بتقول ان وزارة الشباب ورياضة بانت النادي بشكل عشوائي بما يخالف المخطط الاساسي له طبعا طبعا انا فانزم انا عشان يعملولي نجيلة في عدم وجود صور واحنا نبهناهم نجيلة في ارض فاضي ازا كده حتعرضها نهاية للتلف ده بيعتبر اهدار ملعب اه كانت الحجة انتو انتو هتستلوا ملعب اعملونا طب الصور الاول بعد كده اعملو ده التسلسل الطبيعي ده التسلسل انا انا مهندس شركة الميا واعرف الكلام يعني هم عاملين الملعب من غير صور طبعا في البداية عشان كده الكلاب موجود طبعا عملونا نجيلة بدون صور ملعب الكلاب اه اه نبهناهم للمقطة دي ازاي حتعمل نجيلة بدون صور ولك لا احنا احنا من كل شيء في وقته وانتو معكمش غير انه كنتو تستلهم طيب اه ماشيت الايام مرت وعملوا النجيلة والنجيلة بازت وبعد كده عملونا صور ترميم ولسه انشاء جديد اي مكان ما اجراش حاج الوقت اللي نعم ما اجراش حاج مهم فيه صور ماشي عملونا الصور في الوقت اللي ضاعت في النجيلة لانه عملوا النجيلة الاول بدعوا بدعوا يعني حطوا البتاعة يعني الناس اللي هم دامن بيتجال يعني كده فانا انا بهيب دكتور اشرف صبحي لان الفترة بتاعت معلش شعب بعد العمر فاروق جي الوزير الطهرة فوزيت وكاتلو معركة وحيدة بس معناه مجلس نادي الهلال ام نادي الاهلي بعد كده اجي دكتور مهندس خارج عبد العزيز وكاتلو رؤية ان هو اهتم مراكز سباب فقط ما حطش اي حاجة ما استكملش اي شيء في الاندية اللي هكات من ايام العمر فاروق مع حفظ الالخاب طبعا دكتور اشرف صبحي دلوقتي حاليا كان في مكتب المكتب الفني لسيد الوزير عمر فاروق فانا بناشده يريد حضرتك بس نظرة لاندية الاقاليم اللي هي بتعاني احنا عندنا اكاديمية كهرة وفي مدرسة كهرة وفي فرق ناشيجين وفي فريق اول بلعب في القسم الثالث احنا كل المنظومة بيه بالأجر ملاعب بالأجر ملاعب وبنلعب برات خارج الملاعب اشكرك يا بشمانس اشكرك اشكرك يا بشمانس اشكرك الصورة واضحة طيب معانا دكتور هاني رشدي وكيل وزارة الشباب ورادة بأسوان علوه فيه مشكلة في تريفون نتكلم تاني انا مش عارفة هو بيحصل كده ليه وبنرجع نشتكي ان الشباب شباب بايز ما هو بيبوز ليه بيبوز من الفراغ بيبوز انه بيعملش حاجة بيبوز بالوقت بيبوز من الطاقة اللي موجودة في أجسامهم وما فيش رياضة يقدروا يستخدموا فيها هذه الطاقة واحنا الدولة مش مؤسرة لان في كل حتة فيه نادي وفي كل حتة فيه مركز شباب بس مش هينفع ان كل حد يبقى عليه لقيب يعمله شغله مش هينفع كل مكان ما حدش يعمل فيه شغل إلا زا كان حد بيبص عليه فمهما الدولة صرفت ومهما اتعمل طول ما فيه اهمال من الجهات المختصة الصف التاني والتالت مش هيبان حجم العمل اللي بتقوم بي بلدنا معانا خبر كبان معانا خبر عن ملاحقة ومحاصرة يحيى السيد إبراهيم المسؤول الأول عن معظم العامات الإرهابية في مصر والهارب لتركيا تحطي اسمه بالفعل في النشرة الحمرة يحيى السيد إبراهيم كان متحدث باسم وزارة الصحة في عهد الإخوان هو هرر بتركيا بعد سقوط الإخوان ومن هناك خطت ودبر وقعت اختيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات تم ترتيب الاختيال من تركيا جهز مجموعة من كوادر التنظيم الإرهابي وقام بالفعل لتدريبهم عسكريا ورجعوا القاهرة علشان ينفذوا العملية اللي اتكلمنا عنها الله يرحمه معانا متخلة من الكاتب الصحفي بلال الدوي أهلا بحركة أهلا بحركة أهلا بحركة أهلا بحركة حضرتك مدى صحة محاصرة يحيى السيد إبراهيم أحنا أولا بنتكلم عن قيادة تنفيذي مسؤول عن حاجة اسمها أنشأها يعني الإخوان أنشأوا حاجة اسمها اللجان النوعية الإخوانية واللجان النوعية المتقدمة اللجنتين دول كانوا بيضموا بعض العناصر اللي جماعة الإخوان قدروا بيضموهم لميليشيات كانت خاضعة تحت أمرت اتنين خارط الشاطر ووسامة يسين خارط الشاطر نائب المرشد ووسامة يسين كان قائد هذه المجموعات اللي كان بيقودها قبل دخوله للسجل في فترة بعد تلاتين يونيو ويقزت الدولة المصرية وفضعت صام ربعة فجئنا لقينا التنظيمات اللي تم تشكيلها دي اللي كان بيقودها وتخضع لأمرت خارط الشاطر ووسامة يسين زي ما بيقوله كده في العلوم السياسية انفرط عقدها وأصبح لا يوجد لها قائد فجئنا في نصوص التحقيقات لنيابة أمن الدولة العالية خاصة في قضية اغتيال العميد واقل طحون مفاتش الأمن العام ظهرت بعض المعلومات أمام جهات التحقيق الأمن الوطني والنيابة أمن الدولة العليا الجهات دي بتقول التحقيقات دي بتقول حاجتين الحاجة الأولى ان هؤلاء الميليشيات اللي انشأتها جماعة الإخوان بيقودها في أباخل واحد اسمه محمد محمد كمان وده اللي كان بيقود التنظيم في داخل مصر وتم التعامل معه وتصفيته في شقة موجودة في ألبساتين مع تلاتة من أنصاره الحاجة الثانية اللي أظهرتها التحقيقات فنم ان وجود عقل مدبر ومخطط لهذه التنظيمات والميليشيات في الخارج موجود في تركيا وهو يحيى السيد إبراهيم محمد موسى وهو محور حديثنا الآن يحيى موسى زي ما حديثك قلت تولى في أسماء حكم الخائن محمد مرسي تولى منصب متحدث باسم وزارة الصحة بعد كده معلش اسمحني يا سيد بلال هل حدك تعتقد أن تركيا هتوافق على تسلمهم؟ لا طبعا مش هتوافق لأن تركيا يعني تمشي في ركب جماعة الإخوان ووجود جماعة الإخوان فيها عنصر أساسي جدا في قرارها وفي دعمها خاصة بأن يحيى موسى طيب ما فائدة الملاحقة والمحاصرة والإنتربول الدولي بيعمل إيه فاندم؟ احنا بيتكلم عن جهود بتقوم بيها بيقوم بيها الإنتربول وجهود بتقوم بيها النيابة العامة المصرية من أكل القبض على بعض العناصر يعني هي تركيا تركيا ممكن تقعف قدام الإنتربول؟ لا هي بيكون يعني برضو هتكلم حاركه وهقول لحضرتك طبعا تركيا مش هتقدر تقعف قدام الإنتربول ولكن بيعملوا عمليات التواء وتحايل في الموضوع يعني مثلا في وزير شهير جدا تولى المسئولية يعني كان على مقربة من القبض عليه قطر اخرجت لي جواز سفر وغيرت الاسم بدل ما هو اسمه راشيد في البصفور المصري ادته اسمه بصفور المهمة وغيرت بدل ما هو اسمه راشيد خلته اسمه راشد يعني هناك بعض التحايل بعض التحايل طبعا نتيجة للتعاون بين جماعة الإخوان وقطر وتركيا وإيران في سبيل تحقيق فوضى في مصر وسبيل تحقيق عملية هدم الدولة المصرية التحايلات اللي بتقوم بها النيابة العامة المشكورا نيابة العامة اللي بيقودها نيابة أمن الدولة العليا واللي بياخدها المصرار المحترم اللي ربنا ياوي خالد يؤسين بتبرز كل التخطيطات واللي بيقوم بيها يحيى موسى اللي احنا بنتكلم عنه يحيى موسى كان الولاد اعترفوا وتم تنفيذ العملية قاموا بتنفيذ العملية وصوروها يعني هم اعترفوا أمام النيابة وتم تصوير الاعترافات دي في الأماكن اللي في شارع عمار بن ياسر في مصر الجديدة والولاد قالوا الولاد قالوا ان احنا كنا بعض بعضهم كان منتني إلى احدى كليات جامعة لازهر وتعرفوا على بعض في ربعة وحصلوا على شقة بتمويل من يحيى موسى من تركيا ويحيى موسى قال لهم انا اهدربكم عن طريق بعض الميليشيات التابعة لنا في احدى الدول المجاورة وتم تدربهم يحيى موسى مدهم بالسلاح فشلت العملية قبلها بيوم يوم 28 لو نفتكر يوم 28 ستة 2015 فشلت العملية فجئنا بعدها تاني يوم قالوا ده فشلت العملية اللي هم نفذوها تاني يوم الولاد اللي اعترفوا في التحاته وقالوا بكلام ده تاني يوم بعد ما تم تنفيذ العملية اول مكالمة تليفونية قام بيها الجناه والمتهمين اللي ما بقواش متهمين طبعا اللي بقوا المنفذين للعملية ما تجيب حصولهم على احكام خضائية في هذا الامر وتحولهم دي للنيابة خلاص اخذوا احكام الولاد قالوا ان احنا اول مكالمة تليفونية صدرت مننا كانت مكالمة الى تركيا طائد الميليشيات في تركيا وهو يحيى موسى هو ده يحيى موسى ده وانا بشكر في برنامج حضارك المحترم بشكر الدول الاربعة مصر والسعودية والامارات والبحرين بانه هي ادرجة يحيى موسى على قوام الارهاب الدولي تبقى للقوائم اللي اصدرتها واحنا عارفين ان هم اصدروا قوائم بافراد وقوائم بكيانات الكيانات اللي اصدرتها الدولة الاربعة اللي على قوام الارهاب الدولي حركة حاسم الكيانات اللي انا بقول لها حضارك دي الكيان اللي انا بقول لها حكي عيدة حركة حاسم اللي كان بيقوده في الخارج يحيى موسى بالتعاون مع جمال حشمت وكان بيقوده في الداخل محمد كمال الكام ده اسمه حركة حاسم حركة حاسم قدرجت على القامة الإرهاب تم القبضة على أكتر من 70% من عناصرها حركة حاسم تورطت فيه أحداث تدمير بعض الكنائس فيه والاعتداء على بعض الكنائس في مصر والاعتداء على بعض الكمائن واختيال محاولة اختيال الدكتور علي جمعة ومحاولة اختيال معالي على المستشار زكري عبدالعزيزة بنائب العام المساعد وبعض الكمائن في مدينة مصر والاعتداء على نادة الدباط في دميات العملات دي كلها كان بيقودها 2 في مصر مجموعة من المليشيات المليشيات اللي حد تتكلم عندي بيقودها 2 في مصر زي ما أنا أقول محمد كمال في الداخل مصر ويحيى موسى هذه الخطيرة المدرج والحمد لله تم إدراكه والحمد لله تم إدراكه وهناك بعض المحاولات للوصول إلى بعض العناصر القليلة التي ما زالت هاربة مثل علاء علي السماح وهو الذي يقوم بالحصول على حق الصلة بين حركة حسن في الداخل ويحيى موسى وطبعا ده مدرك برضو على قوام الإرهاب احنا بنقول أن جهاز الأمن المصر تعافى الأمن الوطني الأمن الوطني وضع إيده على جميع خيوط الخيوط اللي بترتبط به التنظيمات والميليشيات دي كلها بنقول أن نتعاون أخوة أشقاء في دولة الإمارات والسعودية والبحرين مع مصر من أجل مكافحة الإرهاب هو ده بقى مكافحة الإرهاب هتيجي نقول مكافحة الإرهاب إزاي لازم عشان أكافح الإرهاب لازم أطارد القياهات لازم أحصل عليهم وأقدمهم النيابة لازم أقفل حنفيات وهو ده سعر يفهم أشكرك يا أستاذ بلال جدا الكاتب الصحفي بلالدوي ألف شكر لحضرتك إحنا بدأنا مشوار خلص منه كتير وباقي فيه شوية صغيرين مشوار الإرهاب ده قرى بينته نطلع فاصل ونركع لكم مرة تانية نبقوا معنا نجعنا لحضرتكم مرة تانية فأول فقراتنا في برنامج أمنية مصرية النحافظة الإنسان أي إنسان مهما كان شأنه ومهما كان وضعه ومهما كان سنه يقدر يتنازل عن حاجات كتير أوي في حياته يقدر ما يروحش مصيف يقدر ما يركبش تاكسي يقدر يستغنى عن أكل ممكن ما يشربش حاجات غالية لكنه لما يروح لدكتور ويكتب له لشدة الدواء ما يقدرش ما يجيبهاش الدواء للبشر هو الراحة من الألم وهو فيه إيه أصعب من الألم ممكن يواجهنا أوقات بيبقى الموت أرحم من الألم وإحنا بنبقى شعرين إن الألم هو مواجهة للموت فإنسان بيعتقد إنه لما بياخد علاج بياخده علشان ما يموتش لأن الألم في تفكيرنا وعقدتنا هو الطريق للموت أنا شايفة إن أهم صناعة يجب أن نشغل بيها بالنا وتاخد جالب كبير من تركزنا هي صناعة الدواء صناعة الدواء موضوع مش بسيط ده موضوع حياة أو موت اتكلمنا كتير جدا فيه إحنا وغيرنا لكن فيه حاجات كتير ما تحلتش وحاجات أكتر محتكين نلقي الدوء عليها علشان كده بنناقش النهاردة في حلقتنا الموضوع صناعة الدواء في مصر ومعنا فقرتنا الأستاذ الدكتور نبيل محي عميد ونبيل محي عميد كلية صيدلة سابقا وعضو مجلس ولمق مصر أنا دكتور شرفنا الدكتور علي عوف رئيس شعبت الأدوية بالتحاد فورة في التجارية أهلا بحضرتكم هبدأ مع حضرتك يا دكتور علي الفترة اللي فاتت طلع على الفيسبوك تحذيرات وتنبيهات كتير جدا إن فيه أدوية بتسبب الوفاة وإن المضاد الحيوي الفلاني تسبب في وفاة أكتر من حد وإن الدواء الفلاني ده دواء مخشوش ويؤدي إلى الوفاة الكلام ده إيه مدى صحته؟ آآ يمكن من حوالي شهر كنا بنسجل حلقة هنا في قناة ديرين كان على الهواء مع الأستاذ والي إبراش وكده بالليل وكان الحلقة الفقرة اللي قبل منها كان هناك مدخلة تلفونية من والو الطفلة توفت لأنها أخدت حقنا مضاد الحيوي وفيه صيدلية الحقنا دي تكتبت لها في المستشفى وطلع والد طفلة صرفها من الصيدلية وضربها جوه الصيدلية وكده واللي حصل إنه البنت حصلها أنا فلاكت يعني حساسية جاملة قدت إلى إنها لم يتم إسعافها في وقتها بس ده مش عيب دواء عيب دكتور اللي كتب الدواء من غير تست حساسية بس حضرتك هو القصة ليها رولز طبعا أنت أي حاجة في الدنيا بتاخديها حقا أو كده لابد من إن حضرتك تعمل لها اللي هي اختبار حسية ولها تكنيكس معينة يعني ولكن الصح إنها تتعمل في مستشفى المستشفى دي بتبقى فيها إمكانيات أكتر لو حصل حاجة زي كده فبيتم إنك تهدار تلحق المريض على أساس إنه هو إمكانيات المستشفى أعلى من السيدة لي ولكن الظاهرة بقى في محافظة الفيوم من حوالي أسبوع وعشر تيام حصل إنه مدير الشجون صحية في الفيوم نزلت منشور بتحذر فيه من استخدام نوع معين من أدوية المضابطات الحيوية أيوة بيتم استخدامها بالكسرة ونهزيل المضابطات الحيوية عملت النوع ده بالذات عملت حساسية في حالات كثيرة النوع ده مصري ولا مستورد لا هو مصري ومعظمه بتصنع مصري سواء أجنبية شركات أجنبية على أرض مصر أو شركات مصرية برضو نفس القاسم الظاهرة هنا في الآتي إيه بقى إننا حضرتك لو هو شركة معينة لمنتج معين هنقول إن هناك مشكلة في باتشاية في المصنع ده أيوة إنما أنا ببقى كذا مصنع في يبقى منشكلة مادة الفعال الوزارة الصحة طبعا أخذت موقف وبدأت أولا نزلت منشور في حاجة اسمها قسم الياقص الدوئية قسم الياقص الدوئية ده موجود في وزارة الصحة ده أساسه إنك بعد ما تنزل منتج في السوق بيتابع حركته وبيجيله معلومات عن أي أعراض جنبية أو أي مشاكل بيتم رصدها وهي بناء عليه بيبدأ اتخاذ إجراءات اللازمة وإحنا مشتركين كمصر مع اليقظة العالمية بحيث لابد إن إحنا نقول لأنه على مستوى العالم حضرتك لو سمعت على الفالزابتار اللي هو الدول اللي كان فيه شوائب مصرطنة ده كانت مشكلة عالمية وإحنا في مصر مش هنا تبعها فأنا لما حصل القصة دي اليقظة الدوئية نزلت وبدأ النهاردة لتفتيش الصدار للمصر ينزل يعمل تسحب عينات من الحاجات دي طب هل بيتموا محاسبة بقى اللي قاموا بتصنيع مثل هذا الدواء بنتي حضرتك أساسا إحنا لازم نعرف سبب إيه أصلا إيه سبب بقى حضرتك الحؤن دي أنا أنا ما أقدرش أقول لحراك الأسباب الرئاسية ولكن توقعي أيه طبعا للقصة هتمشي تفضل هذه الحؤن اللي هي سفة ريكسون فيها ميزة أنا بتتاخد مرة واحدة في اليوم كله 14 ساعة كويس فالأم أو الحالة اللي بدأ متى تدرب مرتين أو ثلاثة في اليوم رايحة جاعة لأغرب حؤن هتقول لك شكة واحدة كويس فالأطباء كتير بيحب يدوها ولكن من كتر استخدامها هناك بعض الناس مع دوم الضمير بيغشوها لما تلاقي ظاهرة أكتر من شركة ممكن تكون أنا أنا بقول لحاجة توقع أتوقع ولكن لسه في هناك تحليل وهناك عيناتها تتسعب وله حاجات دي كلها هتشوف قصتها إيه الصحف المنظومة كلها هو أن يطلع منشور التنبيه على جميع صادرات مصر حماية للصادرة وحماية للعينين ممنوع شراء أي حوار من ضد الحيوار إلا من مصانعها ما يتم الشراء من أي مصدر في أي حتة إلا من المصانع بتاعتها فقط لغير وفي فواتير موجودة مع كل السيدلية أن الحؤن دي موجودة من الشركة الفنانية لأنه أقدر كده أحمي كل بتاعنا لأن السيدالي ما بقاش عارف ده لما بيجي له الحؤن دي بيه خلاص حؤن شكل العلبة بالضبط بالضبط بس إيه جوا الحؤن محدش عارف وبالتالي الظاهرة دي لابد أن نحن علشان نعليجها تيجي من هنا تيجي أن أنا من الأول أأمن كل منتج لأن في الآخر المريض حياخد أبنين من سيدالي فأنا أأمن للي داخل أنا حاميات السيدالي وحاميات المريض أن أنا أخدها الحؤن بالذات أشكرة كيفا دكتور نبيل حياتك ذكرت دلوقتي كلمة المادة الفعالة نعم فأنا مستوقفان شوي هكلم حياتك بلغة الشارع الأدوية ما بقيتش تخفف زي الأول يعني نبقى عادين كده حد عنده صدعة متعود أنه بيأخد أرس معين من دوء معين يقول لك ما بقيتش زي الأول دلوقتي بأخد حبيتين وثلاثة ما بيعملش الأثر الأولين فعلى مستوى الناس بنعتقد أن أكيد المادة الفعالة اللي جوه الدواء تم تقللها يأما علشان ما يرتفعش سعر الدواء بمستوى عالي أو لزيادة المكسب إيه حقيقة ده هو أنت حدك بتصير نقطة يعني أنا شايف أنها مهمة والمفروض يعني تتفرد لها عدة حلقات أي وهي يكون عنوانها كده المادة الفعالة المادة الفعالة للدواء أنا طلبت في مقالات وفي لقاء التليفزيونية كتير جدا أن أحنا إلى متى في مصر ما بنصنعهاش يعني معلومة بس سريعا عرفها وأكيد أستاذنا الدكتور علي أكيد يعرفها أحسن مني إحنا بنستورد تقريبا يعني 85-90% من المادة الفعالة للأدوية يعني إحنا مش بنصنعها أيها عندنا تقريبا في مصر 160 مصنع وشركة أدوية شغالة على كده يعني شغالة على المادة الفعالة بتيجي وإحنا بنعبيها في شكل كابسولات في شكل قراص في شكل البوس في شكل حقن وهكذا المؤسف وأنا يعني الحوار ده أتمنى أن يصار بشكل واسع اللي هو إيه إحنا لحد إمتى هنقعد نفتح مجال عدد كبير من الشركات الأدوية تعمل نفس المنتجات يعني زي إيه مثلا معرفش أنا مش حابة بقول أسماء يعني تجاري قولي الفكرة ولكن مثلا في مسكن من المسكنات المشهورة هم يعني ربما يكون عاملين قاعدة إنه لا يتجاوز عدد المنتجات لنفس المادة الفعالة 12 ما شكده 12 12 للأسف أنت بتخلي الشركات تحط رأس مال هائل في صنف واحد ليه بتخلي الصيدالي اللي لسه فاتح جديد أنا مطلوب مني لو أنا كنت فاتح صدراء وقفلتها بالمناسبة عايزة رأس مال كبير جدا وإدارة مواد أزرق يعني بصراحة وأنا شايف سببه مش عارف مش عايزة أسميها فوضى لكن على الأقل يعني التسايب أو الإنسياب المبالغ فيه إن أنا أخلي نفس المنتج ينتج 12 مرة ليه أنا مش فهم ليه برضو كل القصة طب ربما الحتياج السوق يا فانت إطلاق إطلاق أنا أدى ليه على ذلك والدكتور علي أكيد هيقول لحضرتك إحنا عندنا أدوية في الصيداليات بالكاراتين بينتهم مفعولها وبتترمي يا الشركة بتاخدها يا بتترمي طب هو ممكن حد ينتج حاجة ومفيش احتياج لها في السوق ويقرر إنتاج وهذه حقيقة طب السبب في إيه آه هذي حقيقة بيعمل ده ليه أنا مثلا قررت إنه نفتح مصنع أدوية أنا أرى إنه وزارة الصحة ما تديش موافقة لأي حد عايز يعمل مصنع أدوية إلا في حالة مهمة جدا إنك توقف لي استراد أدوية أنا محتاج إليها وهو ده السؤال كنت أسأل حياتك عليه إيه هو مستقبلنا في صناعة الدولة بس هو ده ده البيت القصيد يعني إنت حضرتك مثلا أنا عندي مشكلة في أدوية القلب مثلا عندي مشكلة في أدوية السكر اللي هي الأمراض المزمنة اللي الدولة بتضطر تدفع عليها فلوس كتير دي في الدعم طيب إنت هتفتح شركة أدوية هتكرر لي نفس المنتجات اللي مالية السوق إيه اللي دفتور جديد أيها بس دكتور علي أفاد إن المادة الفعالة في الحالتين بنستورتها ده بيت القصيد حضرتك ده يعني ده عامل زي تجميع العربيات يعني حضرتك اسمه تصنيع دواء لا إحنا نقول عليه هنا في مصر تعبئة الدواء أنا أسف دكتور علي أنا أسفة يعني أنا بشبيه وتجميع العربيات هي عبارة كل حاجة من بره وحا تجي ركبهم أبو بس القضية حضرتك لو رجعنا لموقف اللي حصل من حوالي شهرين في موضوع المادة اللي هي بتاعة الضغط البلزرتين اللي هو فيها شوائب مساطنة المادة دي لما جوم اكتشفوها هي أولا بتصمع فين المادة دي أصلا 80% من المادة الخام دي بيتم تصنحها لمورد صيني وهندي واخد صيني المادة دي مين اللي اكتشف أو أعلن على أنها فيها الشعيبة ده المورد نفسه وبلغ مين بقى بلغ أمريكا اللي هو الإفري وبلغ الإيمة الأوروبية بلغهم ليه لأن هذه المادة بيتم تصديرها لأوروبا والأمريكا المورد ده بورد أوروبا أو أمريكا والمصر ما عليش اسمحلي طبعا أنا خبرتي مزيح حضراتكم بس أنا عايز أعرف هو لما بيتم تصنيع دواء معلوماتي أن لازم الدواء ده بياخد موافقات بياخد تصريحات وبياخد شهادات لتصنيعه مصبوط مصبوط طيب إزاي يكتشف بعد كل ده أن الدواء ده في شوائب مسلطنة لا بصيح حضراتك القصة جاية جاية أولا الدواء ده نفسه اللي اكتشف الشركة المنتجة هي اللي اكتشفت وهي اللي أعلنت خوفا بقى لسمعتها ولا خوفا تقاضي بقى 80% من العالم وفي حاجة اسمها الشفافية بره الشفافية دي هذه الشركة الصيني الملتزمة بأنها أي مشكلة في المادة تبلغ العالم بلغت أوروبا وأمريكا لأن أوروبا وأمريكا اللي لم يحدث هتحصل مشكلة وبالتالي هي أعلنت أن هناك هذه الشائبة والشائبة دي ظهرت للي أن طريقة التصنيع نفسها أو الماء اللي استخدموها في الصناعة نفسها كان فيها حاجة قدت إلى هذا ولكن في الآخر المقصود بي أن دول العالم كلها الهند والصين أصبحوا هم سوق أو المصانع بتاعة العالم لمواد الخام يعني أوروبا وأمريكا النهاردة عشان بيئة نظيفة بيصنعه هناك يعني فيه شركات هندي شركات يعني شركة من الشركات الإنجليزية كبيرة جوا مصر أيها كويس وهي وغدة تسعير كويس جوا مصر خلاص بتستورد المادة الخام بتاعتها من أكبر شركات مواد الخام من الهند لمصر أيها ده هو شركة إنجليزي واخد بالحضرتك هي الشركات بتنزل المصانع دي بتشوف هي بنطبق المواصفات الجودة طريقة التصنيع تمام فبدي تجيب ليه التكلفة هناك أقل من لو جاب من إنجلترا فهنا هنا هنا على أرض مصر شركات أجنبية تستورد مادة الخام من الهند طيب وإحنا يا فندم أرجع لحضرتك يا دكتور نبيل لو إحنا زي محايتك بتقول إحنا ما عندناش تصنيع دواء إحنا عندنا تركيب دواء أو تعبئة دواء من لا يملك قوته لا يملك قراره نعم فده معناه إنه يبقى صعب جدا إنه نتحكم لا في أسعار دواء طبعا ولا في توافر الدواء لأنك حياتك لا تتحكم في كمية الإنتاج لأنها مش مصنعك دي حيات ولا تقدر تتحكم في مدى كفاءة الدواء لأن مثلا في بعض الأمراض زي السكر تقلقى هيك الدكتور منطع البساطة يقولك بس الدواء ده هتي مستورد كلمة هتي مستورد دي ده موضوع تامي بك دي هل عشان المدى الفعالة في المصر أقل وهو داس وقالي اللي أنا برضو عايزة أجابته من حضرتك شوفي حضرتك يعني أنا يعني زي ما حضرتك قلت دلوقتي من لا يملك قوته ولا يملك قراره يعني إحنا إلى متى أنا بحى صوتي في هذا النداء اتفضل أنا حابب أن وزارة الصحة تاخد أكشن إيه هو إيه هو توقف تصريح لأي شركات أو مصانع أدوية جديدة وتحط شروط كل مصنع هيتفتح جديد قولي أنت عندك يعني حطت في البروبوزل بتاعك المقترح بتاع شركتك فكرة تصنيع المواد اللي أنت هتشتغلها بنسبة كم في المئة ما هو إحنا حضرتك في كل حاجة احنا عايزين كارات صارمة عشان نعدل السكة اللي احنا مشيين فيها و أنا حتى بالمناسبة يعني في وجودي في أستاذنا وحبيبنا الدكتور علي بيه يعني أنا أديت محاضرة في العراق مرة على التجربة المصارية في الصناعات الدوائية أيها المؤسف إن الغرفة التجارية وغرفة صناعة الدواء يعني وأرجو أن يكون ده تصحح كلام اللي أنا بقوله ده بقاله 3-4 سنين أنا هدخت السبع دخات علشان أجيب داتا يعني أنا عايز و أنا خارج برا هدي محاضرة أعمل دعاية للتصنيع الدواء في بلدنا واختبط لو إيه بدال ما احنا هنا بيتكدس وبينتهي مفعوله أفتح له أسواق من محاضرتي دي برضو لابد يقول لها أحد الأهداف طبعا إن أنا أسوق لصناعة بلدي وإلا إبنا يعني رايح أتفسح وارجع يعني فالمؤسف إن أنا عشان أعمل المحاضرة دي أكثر من ثلاث شهور مش قادة نجيب داتا من على أي موقع يقول لي مصر مثلا الشركة الفلانية تاريخ إنشاءها كان سنة كام بالمناسبة مصر من أقدم الدول التي صنعت الدواء في التاريخ بالمناسبة يعني إحنا عندنا مصنع معمول 1819 800 مش 900 بس إحنا يعني نفتقر إلى السلف أدفرطايزمنت اللي هو الإعلان عن الزيت إحنا أنا المفترض إن الغرفة غرفة صنعة الدواء تلزم كل الشركات بإن هما يجيبوا ملفات لكل المواد اللي هي بتصنعها وتعمل سمر يعني إحنا مصر في عمية وستين مصنع بالمناسبة المية وستين مصنع هل يا دكتور علي مش موجودة الداتا دي لغاية النهاردة عند حضراتكم بسر علي جاوب نه؟ موجودة خلاص نفف موجودة كاملة وفي أي وقت حركة دكتور إحنا تحت أمرك المعلومات حركة عايزة تحت أمرك ولكن حضرتك الكلام اللي تقال أولا حرك أسارتي موقف تتملق لقوته طبعا إحنا بالعكس إحنا عندنا أساتذة علماء زي الدكتور محي كده ما قال إحنا واحد من العلماء هو عضو مجلس علماء مصري فطبعا إيه؟ شرف لنا أنه هو حاجة زي كده عندنا عقول مصرية تقدر تستطيع أنها تعمل ولكن القصة فين بقى؟ فين بقى؟ أولا من الستينات لما الرئيس صلاح جمال عبد الناصر قرر أن يبقى فيه صناعة دوا في مصر تمام علشان وقتها شركة أجنبية أوروبية قالت أنا مش هدل مصر أسبرين فقال لك إيه؟ أنا أعمل مصارين فعمل شركات القابضة حلو؟ حلو واحدة من الشركات دي اللي هي اسمها شركة الناصر أنا تعرفها؟ هل الشركة دي تبنت على أساس إيه؟ أنها تعمل مواد خام تعمل مواد خام؟ يعني كان عندنا مصانع مواد خام مصنع تبع الدولة يعمل مواد خام حلو هذا المصنع عمل في بداياته شغل وبعدين أنت الصناعة دي بتتطور بسرعة فلم يتم الاهتمام بيها وتطورها ففضل المصنع يتضحضر والعالم بيجري وقف عند مواد خام معينة بسيطة بيعمل باية المواد التخام التانية عشان تعمل حاصلة محتاجة تكلفة تكلفة وسوق خلاص يعني حياتك شايف أن صناعة الأدوية عشان تقوم في مصر هي محتاجة مصانع تابعة للدولة مش هتنفع تكون بالاستثمار الشخصي المؤتباء عايزة فلوس ما أنا قصدي أن الدولة اللي تقوم بالصرف عليها يعني أعني أكبر من هل حجمها أكبر من حجم المستثمرين عاديين اطلاق اطلاق أنا أنا أتحدى وحضرتك ممكن تناقشني فيها طب ليه حضرتك هذا المجال ما بيدخلوش فيه المستثمرين بسحيلي أنا لو بشتغل بالمناسبة يعني يعني فكرة تصنيع المادة الخام أي شركة أو أي مصنع بيمتلك زي ما حددك عارف الـ IP اللي هي الإنتليكشوال بروبرتي مضبوط اللي هي اسمها إيه الملكية الفكرية الملكية الفكرية دي تمتلك بالقانون الدولي لمدة عشر سنين مضبوط شكده ليه بعد عشر سنين أنا أستطيع أن أنا أصنع مضبوط اللي حضرتك عملتيه واخترعتيه وخدتي حقك لمدة عشر سنين ده بعد كده بقى بتعنيسك نحن بالقانون أقدر أصنعه عنه إنما برضو تاني أنا أنا أختلف لأول مرة مع مع أستاذي الدكتور علي فإن إحنا محتاجين إرادة أكثر من محتاجين رأس مال محتاجين إرادة 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 محتاجين سياسة لا لا يعني إحنا إحنا سمحلي يا دكتور علي إحنا الموضوع الموضوع المواد الخام مش على مستوى نحنا ده على مستوى أعلى أجهزة جوة الدولة المهتمية بالملف عايزين بقى نشوف لهم يلدي يعني شوف لهم أنت حضرتك أنا النهاردة كمصري عشان أعمل مواد خام هخش في منافس المية وستين مصنع مصري لا يمسلوا لا يمسلوا جناحة بعوضة في حجم الصناعة في العالم فأنت أساسا أنا مش عمل مصنع مواد خام عشان مية وستين مصنع بس أخسر ده اسمح فأنا تب تفضل حكرا أنا معفرض يعني اعتراض كله يا فندم مع احترامي الكامل لحضرتك وده كتبته يعني في محضرتي إحدى الشركات المصرية معرفش بقى مش مسموح إن أنا أحكي أو لا إحدى شركات القطاع الخاص المصرية تساهم بتلاتين في المية من دواء أفريقي تلاتين في المية يعني أنت حضرتك أحنا عايزين لما نحصر عدد الأصناف اللي المية وستين شركة بتشتغل فيهم ده لو أنا معايا فلوس أشتغل على المد وبعدين مش بالضرورة دكتور علي إنها أعمل كل ما يحتاجه المية وستين لكن أبدأ بالحاجات اللي هي يعني يعني حاجات بتستأمس على سبيل المثال المسكنات مثلا هو حضرتك إحنا بنعمل إيه في كلية سيدالة إحنا بنعلم طالب إيه في كلية سيدالة هو أنا بعلم الطالب في كلية سيدالة إنه يقف عرف وطلع دواء لا أو يطلع بياء لا أو يطلع بياء أو يطلع بياء أو حاكم معظمهم مش طولوا بيعين في منافسة عالمية يا دكتور وفي سوق في تسعير جابري أنا المادة الخام البرستامول يا دكتور هجيبها من مصر بخمسين دولار الكيلو هجيلي من الهندي بخمسة عشرين دولار نافذ بقى شفت حضرتك الفكرة نافذ طب هلو صنعتها هنا أيوة حضرتك الدولار نفسه الحصول عليه كارثة طيب أنا عايز دولار عشان أستهرد يعني حياتك شايف إيه لو أنا سألت سؤال محدد حياتك مش هقولك إيه مستقبل الدواء في مصر إيه كيفية إنقاذ مستقبل الدواء في مصر نهد كده زي الأكاديميين واحد اتنين ثلاثة رقم واحد إيقاف سيل الترخيص للمصانع الأدوية الجديدة لازم نقف لسبب ليه بقى أنا ما عندش محتاج ناس تصنعني دواء جديد أنا عندي أنا عندي المصانع ماليا الدنيا ده فيه المئة وستين دول أعتقد في خلال سنتين ثلاثة هيبوا مئة ومتين مصنع ما فيه ناس قدمت على رخص بالفعل ومشيت حضرتك قم بيه كفاها كم مصنع يا جماعة 55 ولاها ما فيه شون مئة وستين مصنع ما خليني رأس المنطقين هدك أصدق إن إحنا عندنا عدد وخلاص عدد أكتر منه بودة نحن بنحط رأس المال عشان نوقفه ده أصدق من كلام الشركة مش الشطارة إن حضرتك تطلعي الدواء من المصنع تودي للصيدلية الشركة إن الصيدلات تصرفوا إحنا بنفرح إن إحنا خدي بالحضرتك الدليل على ذلك وحضرتك تقول لي الشركة بتوعب تعمل بوانس يعني اللي هو إيه لو خدت مية هديك عليهم 20 بره مش عارف إيه ده ليه يا طرى ده ليه لا ده حياتك بروموشن ترويج يعني باخده وفي النهاية بيقع في رقابتي أنا ما بعرفش أصرفه طب لو حصل يا فن حياتك متخيلة أية بسأنا قانون السوق أنا ما عايش ألا حرك تغبط أنا مش بأتكلم أنا بأتكلم في الرموم يا دكتور ما عايش اسمحلي أنا أنا السوق ده اختصاصي يعني حياتك ما هو قانون السوق بيقول إن هو لو عمل ده مرة والمنتج ده ما اتبعش مش هاتبع تاني مش هيشتريه تاني تاني لا ما هيشتريه تاني برضو ما اتبعش تاني ما هو فيه برضو ما احترامي قل لي حاجة فهمي الحوار أعقد أنت حذك بتتكلم على موضوع عبيض شوية بس من دي الحقيقة هو مش عبيض خاص أنا عايز الحقيقة من حضرتك يعني بكل أسف هناك بعض المنتجات ودكتور علي يقول لي ده ما بيحصلش بعض المنتجات تتبنى الشركة توزيعها بطرق مختلفة عن طريق الأطباء وأكيد حذك عارف هذا الكلام كل جيد يعني فيه أطباء يصمم على منتج مصري واخدبها الحضرتك وكيد فاهم حذك أنا أصد إيه هذك لأ هنقول لي مش هيحكة أصد إن الأطباء فيه بعض الأطباء بيقولوا خد الدواء ده وما تاخدش ده لأن عنده مكسب معين من الدواء مصبوط ولا أنا أطاني تأصد كل حذك التحييز الغير منطقي والغير علمي سبب أساسي من وجهة نظري أنا في تخريب جزء كبير من الصناعة المصرية لسبب أنا صيدالي عندي أجزخان فيها 12 صنف يحمل نفس المادة الفعالة اللي هي المئة وستين شركة بيشتراها من بره زي بعض أخدبها الحضرتك إنما لما تمسكلي في الصنف ده طب كويس الحداشر صنف اللي عندي بدأ النوم لما أفعله من ينتهو طب أنا هبطل أشتري الدواء ده وهموت صيداليتي انتحدك متخيلة ليه بقى؟ لإني مطلوب عشان أرضي الطبيب وأرضي الرشدة أجيب من كل صنف على الرف 12 صنف ده يعقل أجيب لده فلوس منين؟ انتحدك متخيلة يعني إحنا مفترض أنا طب أنا عايز أعمل صناعة الدواء جديدة أوكي بس لنا شرط تاني لازم يكونش هدفك المكسب وبس لازم يكون هدفك المكسب وخدمة البشر خدمة البشر إزاي؟ حط لي قائمة وخزارة الصحة هي اللي تحددها تصنف دول كريتكال أنا بيعرفش أجيبهم بس أولدهم بيطلعين على ما أجيبهم اللي كل شركة أو مصنع يجي يقول أقوله هتشيل كام من دول أنا عايزك تصنع على شيء جديد لكن أنا الأسبرين بيتصنع زي ما حدوك عارف الشركة العربية وسيد عد كده 17 شركة بتصنعه أو أنا أعمل مصنع وصنع أسبرين رقم 14 اللي أنا ضفته جديد في إمتقص حدق حدقك عايز أن تحدد ليه فتق أنت حدقك أثرت موضوع مهم مهم جدا مستعبرا صناعة الدواء ده مهم جدا كويس مستعبرا صبعات الدواء في مصر في مشكلة أكتور نبيل قال حاجة برضو مهمة فإنه مشكلة المية وستين مصنع وفي ثمانين طلعين يعني مصر أنا في دنين أربين ولكن القصة في الآتي لا في ثمانين طلعين ولكن القصة في الآتي بثين واربين مصنع في أمريكا الجزائية الرئيسية في أنه الدولة وزارة الصحة لا تملك أن تقولي الاستثمار لا مستثمر جاي ومع فلوس ده استثمر كيفما يشاء العالم كله كده إنما السياسات والتخطيط أنا لا أعايز أخش أعمل أعمل أرض مصنع ده وهفتح وهدخ استثمرات أهلا وسهلا خلاص مستثمر جاي استثمر أنا بقى كوزارة الصحة عزمحك قلت كده آآ دكتور نبيل إحنا نعمل إيه أهلا تفضل نعمل لجنة من هي التنمية الصناعية اللي هي بتنزل أراضي عشان تجيب فلوسي للبلد اللي بتديهم أسر أراضي ما هي مصنع ما هو بتاع هي التنمية الصناعية بينزل أرض مصنع ده ووزارة الصحة ما بقاش عندها فكرة أي في المصنع فأنا بروح أشتري الأرض وابني وروح لوزارة الصحة اللي هو جبتي بقى أرض مصنع ده أديني أديني رخصة ما بلقيش ففي مشكلة في مشكلة فحيثك عايز إن من الأول لجنة لجنة موجودة بصي حضرتك أنا أنا مستثمر داخل هاخد الأرض ده ده وعارف إن أرض ده أه أقعد مع لجنة من هاي التنمية الصناعية ووزارة الصحة اللي هي السياسات والتخطيط مصبوط ويجي معنا كغرف تجارية نقعد مع بعضنا نقول لي بص إنت عايز أرض مصنع مستثمر أهلا وسهلا مصر الخطوط دي أو المنتجات دي مليانة الله يناور عزيز محتاجين إي بقى محتاجين ده محتاجين أدوية سلطانات وده فعلا دفع نبيل أشان له ده المفروض إنما اللي حاصل غير كده كل وزارة في حتة ده مفيش كبير كل وزارة في حتة ده وزارة ده يعني إحنا بنشتغل بدون محترامي يعني الكامل يعني يعني حضرك يعني النقاط اللي إحنا بنسالها دي فعلا محتاجة حلقات في سؤال حاج بردو ما جوبتش عليها الله يخليك الدين حفظة لسألو تاني حاضر هجاب عليك حفظة لسألو تاني بس ديني فرصة أقولك حاجة أنسالها للا أنا بقول يعني حضرك تتذكر مشكلة المحليل في مصر صح مظبوط محلول الملح نص لتر يعني شوية قد دول تمانهم سبعين جنيه من إيه تتخيلها حضرتك كده ملح الطعام اللي إحنا بنكله طب ليه غالي كده إنت حضرتك متخيلة طيب أنا فيه أمور مع احترامي الكامل لحضرتك فكرة الاستثمار من عدمه لازم الدولة أنا رأي الشخصي لازم الدولة كلها دور ده رأي مش الدولة بتحط تسعيل الأدوية فاندو لا مش ده قصدي يعني إحنا حضرتك دلوقتي لما تكون شركة الشركات الحكومية مش عايزة أقول أسعيل ماشي كانت بتصنع الجلوكوز بتصنع محلول الملح شركات الحكومية اللي موجودة في الأمرييا دي كتير كان بيجلنا بالكاراتيس وسيع الرغيس ماشي إنما لما لقى عندي أزمة هنا دولة الدخل هنا في حدث في توقيت مات أيوة أن هناك حالات أطفال في بني سويف أيوة ماتوا من محليل لأحدى المصانع المصرية آه فهمهم المصنع ده كان بياخد حصة من السوق 50% لوحده فأنت لما سحبت 50% من السوق 50% التانية ما كانتش جاهزة أنها يضغطي فحصل الجاب فالكارتونة بقت تتباع بـ 200 جنيه و300 جنيه الكارتونة الموائية 30-40 جنيه ده اللي عمل المشكلة التانية أنه وقت لما حصلت المشكلة المصنع اللي حرارة أتكلم عليه في الأميرية بتاع المحليل تابعة للدولة كان بيحدثوا خط الانتاج حرارة أتكلم على جودة الصناعة أيوة لن يكون هناك تساهل في جودة صناعة المصانع جميع المصانع المصرية تحت رقابة شديدة من الجودة طيب مصنع زي ده يا فانت بعد اللي حصل ده يا دكتور والله أنا يرحم الأولاد يعني لا آسف يعني إذاب المحلول بيحصل بعد كده لا الوقت الحدود 9 جنيه بالمناسبة يعني اللتر عشان الناس تعرف يعني اللتر فيه 4.5 جرام ملح صح مزوط 9 من 10% يعني كل اللتر كل اللتر في 9 جرام صح ولا لا الإزازة نص لتر الإزازة نص لتر النص لتر دول فيهم 4 جرام ونص ملح معقول يبقى عندنا شاطئين البحر الأبيض والبحر المتوسط وإحنا ما فيش أي رابط ما بين إن يبقى تقيم المصانع هي تحضر لنا الملح المادة الخام لصالح شركات المصنع الشركات الدو هل ده صعب لا هو بصح داك يعني هل ده صعب ده مادة زودة الجريد فرماسكا الجريد رقم واحد رقم اتنين الإزازة البلاستيك نفسها بيتم استردها من برا كل حاجة من برا خلاص الحاجة التانية العامل اللي واقفها المصنع في البتاع بياخد مرتب وكل سنعة لازم يزيد هو ملوش دعو الكهرباء بتزيد عليك مفيش حاجة يسمعها انت داو الماء زايد عليك لأنك بيستخدم ماء التكاليف المباشر الطاقة كل ده بيزيد عليك دكتور علي مصنع زي لحياتك قلت إن تم وقفه وكان بينتر 50% من سوق مستقبل المصنع ده بيكون إيه؟ لا هو بصي حضرتك الحصر اللي قادي خطر ادي له فرص إن هو يعيد هيكلة وتطور وفيه هناك بعض الكائنات كانت حتخش تستثمر فيه ولكن الستثمر جيد فيه علشان يحصل له أب جريد يوم هو يتطور حيبقى أعمل مصنع جيد أحسن أسهل يعني ممكن المصنع ده اتوقف حد الوقت بقى له 4 سنين حد الوقت وحضرتك مشكورا أرجو إن إحنا نضيف حاجة مهمة إحنا عندنا تقريبا كم مصنع حكومي تقريبا 12 أو 13 11 مش كده؟ أو 11 اللي هي مصر المستحضرات والمصر والعربية والنيل والقاهرة دول شركات حكومية صح؟ إحنا عملين نستثمر في حاجات كتير قوي لود إن الدولة تعير اهتمام لهذه الشركات الحكومية لأنها المنقص بالنسبة لي كم مريضة طبعا 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 لكن المشكلة رأسية في نزيل شركات في شركات منها مديونة مديونية اللي حصل إن شركات دي تم إهمالها وتم التعامل معها إن هي بعض وطني فعلشان المريض غير قادر فبدأ عدم الاهتمام والتسعير بتاعها متدني كان جنيه ونصف جنيه متحملت بالديون خسائر متحملت بالديون خسائر أنا مبارح بالليل مكلمني إحدى المصانع المصرية كويس؟ باستنجد بيت المصانع الوطنية من المصانع القديمة تمام؟ فبقول له يعني مش عايز أقول له حضرتك مدى المأسال لي بيعشوها بيقول يا دكتور إحنا علينا ديون لشركة الجمهورية تعالى تعالى المصانع دي مش مساح لا إن أتجيب بدا الخب إلا من الجمهورية لأنه طبع دولة طبع في حكومة في حكومة بقول لأنا ما ديون للشركة دي بمتين مليون جديد بقول لي علي فوائد بتفحهم كل شهر أربعة مليون يعني قدم رتب الموظفين الدين أصلا مش يخلص الدين مش هيخلص طبع يقول لي كان عندي مشكلة فأنا إنت يا حضرتك أنا ما احترامي للدكتورة علي إنت حدث تسيري نقاط أنا شايف يعني يا جماعة صناعة الدواء مش محتاجة حلقة صناعة الدواء دي محتاجة عدة حلقات أنا أعملهم إن شاء الله بص حضرتك هني أعملهم إن شاء الله التجارة رقم واحد في العالم اللي هي الحلال يعني السلاح صح يا دكتورة علي مزبوط رقم اتنين تجارة الدواء مزبوط رقم ثلاثة تجارة المجوهرات مزبوط 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 بمعنى إيه مصر بتخرج حوالي ترتاشر ألف صيدالي كل سنة ترتاشر ألف يعني أنا عندي طاقة بشارية هائلة مصر فيها تقريبا حوالي تلاتين كليت صيدالي مزبوط عندنا مئة وستين والدكتورة علي قالك مرشحين يبقوا مئتين واربعين مزبوط يا طارع عندنا استعداد نستثمر هزين معارض سوا أو لا بمعنى إيه أنا المفروض لو أنا بساهم بالتصدير للأدوية للوطن العربي أو للدول العربية بنسبة 10% لما ينفعش مش بقول كل الإمكانات دي عندي ليها لا ليها ليها ظروفها دوما حضراتك أكيد في الغرفة التجارية كلنا مصر بتصدر لا بص يا دكتور هناك الأردن سبع مصانع أدوية بس شوفوا حضراتك بقى إحنا بقى المئة وستين كلهم على بعضهم بتصدر بتلتبئة مليون مش خيابة مننا احنا معلمينهم ولكن تأثير من الدول اسمع حضراتك تأثير من الدول حيك طالب إيه من الدولة بص يا حضرتك طالب إيه من الدولة عندما نطالب بدعم سياسي للدولة بيفتكروا إنه هو إحنا عايزين فلوس الصناعة معها فلوس مش مش محتاجة فلوس محتاجة إيه الدعم السياسي حضرتك هديكي أمثلة بسيطة يا تفضل لو مسكنا مثلا في مؤتمر في مصر كل شهر أربعة أو خمسة بيتم عمله لصناعة الدواء في مصر كويس؟ المؤتمر ده بتلاقي فيه جناح خاص بالشركات الهندية كويس؟ الجناح الخاص بالشركات الهندية ده اللي بيبقى مرتب له وحجز له هو مين؟ السفارة الهندية مصبوط وأفاجأ بأنه أول يوم الصبحية جاي السفير الهند بنفسه يفتتح هذا الجناح بيدعم صناعة بلد طبعا دي السياسة صح صح خلاص؟ صح رمضان اللي قبل اللي فات فوجئت بأن سفارة النمسا بتتصل بايا كويس بيقولي لي احنا عندنا الملحق التجاري النمساوي عايز يقعد مع حضرتكو في الغرف التجرية أهلا وسهلا مفضل قعدنا مع هيئة المكتب معانا في الغرف التجارية فجاي ليه حضرتك جايش الحاجة واحدة بيقولي احنا فيه شركات نمساوية للدواء عايز تخش سوق مصر سوق وحجمه وشكله واستثمارات ده ملحق تجاري جاي يعمل دعاية لشركتنا لشركتنا يبقى اذا دعم الدولة عايزه فيه الأردن بقى حضرتك وزير الصحة الأردني في شنطيته لكل رحلة بيروحها لكل دولة خلاص ملف الدواء النهاردة اصبح بيمثل دخل للأردن انا غير كده انا فيه مصنعة أردني واحد جوا مصر اشترى ثلاث مصانع جوا مصر شطار جدا اخذ بقى ليه شغالين صاحب التسعير شغالين صاحب واحدة من اسباب انت النهاردة ما بتخشت سعودية دواء مضاد حياة مصري واخد عشر ريال الأردني اخوه نفس التركيم وانا اللي معلمه يعني اصنع الدواء خمسين ريال تيجي تتكلم مع وزارة الصحة الفديس السعودية قولك ايه انت في مصر اصلك سعرك عشر جنيه هو في بلده سعره خمسين جنيه التسعير واخدوال حضرك فانا مش عارفة مش عارفة نافس برا احنا مش تأثير من عندنا هو التسعير داخل البلد مختلف عن سعر التصدير لأ يعني هو النهاردة حضرتك هيجي حسيني لازم اعلي بقى السعر عن نصف مصر احط استراتيزيات عشان اجيب عملة انا النهاردة بتلتمائة مليون بكرة الصبح ممكن بيقع مليار بموضوع بسيط انا بصدر كام دواء كل شركات مصر على بعضها بصدر ميتين انا عندي كام دواء متدواء في مصر اربع اشهر الاف اربع استاذنا الدكتور نبيل قال لك كلمة مضبوط في بدل الصنف اتناشر مجاتش بقى على واحد اغليه علشان هيجيب لي عملة من عندك حدواشهر مريد يقدر يخرجوا مصر بالسعر الاقل ولكن هنا اقف معه اللي بيصدر اشجعه لحايتك تعني انك انت طالب بالدولة استراتيجيات بزبس وسياسات لتنظيم التصنيع بزبس مش طالب تمويل مش طالب تمويل يعني حضر زي ما بيقوله ازيدك من الشعر بيت فضل يا فاند مثلا جو مصر في حد ذاته مجال الاستثمار يعني ايه مجال كويس الجو نعم مليون خلاص الجو الجو بتصدر للعالم قد ايه من النباتات الطبية ده واحد رقم اثنين مصر فيها كم مصنع للنباتات الطبية ده رقم اثنين طب رقم ثلاثة احنا امتى و احنا عملين نستصلح اراضي كده قمنا مصرحين عشان كده انا دايما بعمل استرس على الدولة انا عايزة الدولة تتدخل معايا لانه هي اللي بتغير فكر الناس من وجهة نظري للاتجاه الصحية هي اللي بتقود الاستثمار طب ليه احنا ما نجيش نقول مرة كده نعلن ان احنا هنعمل استصلاح مثلا مليون فدان وتخصص لزراعة النباتات الطبية فقط انا اتفق معايا وتتعامل على الرؤوسهم زي زمان مصانع السكر لو حداك تتذكر ايام جمال عبد الناصر اللي يرحمه تتعامل الزراعات ويتعامل عليها مصنع وفيه سكة حديد بياخذها يدخلها للبلد صح ولا لا احنا نقدر نستصلح مثلا وتبقى دي بداية مليون فدان فقط لزراعة النباتات الطبية فقط ويتعامل عليها مصنع واثنين وثلاثة وهو اي نقطة ان الدولة تدخل هي كمان مستثمر هو فيه اه فيه بس تمام بمناسبة بانسويف حضرتك هل تعلمي ان محافظة بانسويف عالميا من المحافظات المشهورة جدا خصوصا في فرنسا في النباتات الطبية في زراعة النبات الطبية الياسمين ايضا بيتم استراضه من التربة بتاعتها ليها خاصية معانا من اشهر شركات البرفيومز اللي هي العطور في العالم في فرنسا بتستورد بالمصر الورود بتاخد من عندي حضرتك اللي هو ماتيريال وهي تملاقة اكستراكت وترجع صندوقها لك تاني ايوه ففيه كان مهندس شريف حبيب محافظة بانسويف الصادق كان شغال على بروشيكت زي ده اللي هو دكتور السيد دكتور لبيل بيقولي الوقت متزر اللي هو ايه طب انا عندي الهيلة هنا طب انا اعمل مصانع صغيرة جنبها تعمل القصة دي وبدأ ما بستورد ده الفكر الدولة دخوله كده مفروض نفكر احنا عادينا حاجات كويسة انا عايز اسأل سؤالي لحالتك يا دكتور بالنسبة لما نروح صيدلية ويقولي الدولة ده مش موجود وموجود البديل هل هنا معناه ان الدولة البديل اقل منه لا لانه طب حيث فيه ثقافة سائدة طبعا ان الدولة اللي بيكتبه الدكتور في روشيتة هو اللي بيخفر احنا كتبنا في الكلام ده كتير برضه عشان لو الناس بتسمعنا البديل ما اسموش بديل هو اسمه المثيل المثيل اه طبعا طبعا لان المادة الفعالة والتركيز طالما واحد بس الشركات مختلفة الشركة دي بتدي أيل بلونها احمر التانية دي بتدي أيل بلونها اصفر بس دي مكتوب عليها مثلا الاسبرين المادة الفعالة اسمها ايه اسيتايل سالسيلك أست مثلا 300 ميلي جرام والتانية اسيتايل سالسيلك أست 300 ميلي جرام احنا ما دي برضه من ضمن مشاكل قتل الاتجار في الدواء داخل مصر اللي هو ايه الدكتور يمسك مادة يعني منتج تجاري ويقول لو الصيداء لديك غير ده ما تاخدوش انا تاني برضه تدخل وزارة الصحة في اللي احنا بنقوله ده استراتيجي من وجهة نظري اللي هو ايه احنا مثلا على سبيل المسايا يعني تصنيع المادة الخام دكتور في بعض دول في العالم الدكتور بيكتب في روشيتا المادة الفعالة ويكتبش اسم الدولة على حضرتك فاني حضرتك يعني اه يعني في العالم برا مصر بكتبليش بكتبني المادة الفعالة براي سيداني المصانع هتعتارت بس هارد اتكلمنا فيه ورد هو هو لا بس هدراك احنا عملنا كده هنقضي على جوز كبير جدا في تجارة سيئة ثقافة مريض اما بيخش اول حاجة بيخش للصيداني اول كلمة بقوله هلو ايه مش عايز بديد خلاص ده رقم واحد وفي ده كاترة بيكتبوا ايه لا بديد انا محاولاتك هقولك على اه 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 كزا نقطة رقم واحد هناك ازامات كتيرة في الادوية ظهرت في الفترة اخيرة مظبوط ايه فتا الازامات دي نقص الدو ده متلاقيش حد في الدنيا بتكلم السعودية اللي نسا جاي منها من شهرين مع اندور نقص الدو بس ما بيحصلش زي مصر كده العالم كله بيحصل فيه نقص دو بس ليه عشان العالم كله زي محرك قلت ايه الاسم العلمي ده مش موجود ده موجود موضوع انت بقى ازمة الدواء هنا ازمة نقص الدواء ليه عشان ايه انا عايزها شركة واسم ده شركة واسم ده زي انا بقى عشان وقت يقرب انا عندي سوائيه عايز ايجابتهم سؤال لحضرتك برضو بجاوبتنيش عليه هل حضرتك المادة الفعالة اللي في الدواء قلت عن زمان اطلاق ايه كانت مش حقيقية فاندو ده بقى يعني ده مش وارد ان الادوية بقى التصنيع بتاعها المادة الفعالة مزي الاول نظرا للأسعار او زيادة المكسب ده سؤال مهم ده سؤال مهم وجوابه برضو مهم اتفضل وانا يعني لو الناس عشان يعني ان ده دوري دور حضرتك الناس سمع حضرتك دلوقتي شوف حضرتك مفيش حد ابدا يقول ان ده التأمين الصح عشان اسئلة دي اتساءلت وجوابناها في قدت اماكن مفيش حد يقول ان ده التأمين الصح علشان بناخده بلاش والدولة بتاخده من الشركات فالمواد اللي فيه اقل من اللي في السوق ده خطأ 100% دواء اللي موجود في التأمين الصحي هو بالزبط اللي خارج من الشركة بس فرق واحد ان الشركة بتبع عليه يعني كلام الدكاترة بقى اللي بيقول المادة الفعالة في الدواء ده اقل من الدواء ده ده كلام اي كلام وده اسلوب اللحبة بنقول عليه اللي هو حتى لو في بعض الانواع في كل الانواع الطبيب للأسف احيانا انا بقى كل الاحترام باتفاق مع الشركة يقود الفكر بالطريقة اللي حضرتك بتقول عليها ده ما تجيب ليش غير المنتج ده خد يبال حضرتك انا صحتي كمواطن مصري مسؤول من وزير الصح من وزارة الصح وزارة الصحة لا توافق على اي دواء ينزل لمصر قبل ما تواقب عليه التشغيلة اللي قال عليها الدكتور علي اللي هي الباتش دي بياخدوا عينات عشوائية منها وبيشوفوا التركيز بتاعه ولو شركة خلفة بتتقفل سؤال الأخي اللي حضرتك امتى يا فندم هيبقى صار في الأدوية في مصر روشيتا معادة الأوتو سي او الأونز شالف اللي هو معادة الحاجات اللي ما فيهاش ضرر حضرتك احنا بيكلم التليفون في الصيدلية اقول له انا زوري وجعني ومش عارف عندي ايه يبعط لي روشيتا برا مصر بيحصلش كده انت هتلتزم الصيدليات برشيتا بسؤال عايز حلقة بسرطة انا اصدق يا فندم انا اصدق عامل كده بس احبارك عندما يكون هناك منظومة هيئة عليا لدواء تنظم ملف الدواء على بعضه جوه مصر هيبقى هناك انضباط في صرف الدواء في مصر هينفعت في يوم من الأيام نصرف الأدوية برشيتا لما يكون في منظومة هيئة عليا هتحط جايدلاينز او اشتراطات من اول بداية التصنيع الى صرف الدواء هيتم ازاي حضرتك انت دخلك في التطبيق مشروع كبير جدا جوه مصر وده انجاز تاريخي يتحسب لمؤسسة الرئاسة اللي هو التأمين الصحي ايه طبعا في التأمين الصحي لما ييجي يتطبق حضرتك ايه اللي هيحصل؟ هيبقى كل برشيتا الحاجة يا رفزيتا وحيبقى الاسم العلمي هنا هيطبق يعني في التأمين الصحي هيحطوا في الرشيتا الاسم العلمي وليس الدواء يعني ده هيحصل انا اسف دكتور الحد الادنى يبقى في مستشفات الحكومة وفي التأمين الصحي يفرد فرضا بقرار من وزير الصحة ان تكتب كل الادواء باسم المادة الفعال يفرد عارفة لما نعمل كده المريض بتاعها هيرتاح هيرضى عني انا كطبيب هيرضى عني كوزير هيرضى عني كرئيس لان المفترض ان انا كوزارة انا يهمني المادة الفعال صح او لا لا شركة يهمني انها يتباع اكتر انا مانيش في السوق فمش منطقي ان انا يبقى عندي حاجات مركونة على الرفوف والتعنت فيه كتابة الاسم التجاري موقفها حتى كمان في الوزارة فيه مخازن في الوزارة واناك ادوية ينتهي مفترض طرية يعدموها مش ذا بيحصل علشان مش مكتوب المادة الفعال نعم الحد ادنى نمتلك الجرأة في اتخاذ هذا القرار واتمنى بعد الحلقة دي ان يكون سيادة الوزيرة بتسمعنا ان يفرض على كل المستشفات الحكومية لان في النهاية اللي في الحكومة ده بيشتغل عند دولة بيشتغل بدماري في القطاع القاضي فالمفروض يفرض على مستوى كل التأمين الصح على مستوى كل المستشفات الحكومية ان يكتب الدعو باسم المادة الفعال هنا ما فيش شركة هتزعل مني وتقول ده انت بتوزع على حساب علام ومش هدي فرصة للدكاترا انها تعمل بيزنس طيب الثقافة دي زي ما قاله الدكتور علي احنا عايزين نغير الثقافة اول ما نغيرها في الحكومة اللي هي ملكنا احنا اصحاب القرار هتتغير في المجتمع هتتغير برا لان هيبطل الناس تقول بديل هتبطل الناس تقول مسيل اخر حاجة اتمنى ان حضرتك تسمحي لقولها وشالله يكون في دقيقة اتمنى ان نغزو سوق انتاج المواد الفعالة ولو باصناف محددة يعني مثلا المادة اسمها ديكلوفناك سوديم اللي بيطلع منها الفولتارين والكتفلام المسكن المشهور ده اذا المسكن الدواء دي لو هم في قطاع الغرف التجارية حاصرين مصر بتستورد كام من المادة الفعالة اعتقد في السنة ممكن يعد المليار ففي الحالة دي تستحق لا اتنين ونص مليار لمين شوفي حضرتك لمين لصنف واحد يا جماعة يا جماعة صنف واحد ممكن تقوم عليش انا بكلم على كل روبماتيريالز انما امتحدات متخيلة يعني احنا ما نقولش احنا عندنا تخوفات من تصنيع المادة الخام لاننا مش هنقدر ننافس لا يا سيدي انا هقول للشركات المصرية انا هصنع المادة الفولانية كويس والدولة تلزمك انك ما تستوردهاش خلاص بس الدولة تديني تسعيرها عادلة لتكلفة اللي جوه انا فعلا كبقى كمصري انا اتمنى فعلا تكون وزارة الصحة سامعينا واتمنى ان يكون بالفعل المسؤولين عن سياسات سامعينا لان الكلام اللي حضرتكم بيهو قامل التطبيق احنا مش هنتغير غير بقرارات جريئة انا بس اه حابب احنا عايزين قرار جريئ بس هو اول قرار جريئ جريئ خديته معلي الوزيرة وانا بحيه على كده ايه لان احنا طالبنا من سنة يا نائب وزير لشؤون السيدلة يا هيئة عليا وهي اول قرار اعلنت و اعلنت قدام مؤسسة الرئاسة كلام بصراحة و شجعة ان ملف الدولة بد من فصل من وزارة الصحة يبالو هيئة عليا من فصل رقم اتنين عينة نائب وزير صحة لشؤون الدواء ايه وده بادرة كويسة الاول مرة في تاريخ السيدلة ده بيتم وده انجاز كويس وده ان شاء الله حيحسن كتير من ملفات وازمات الدولة وان شاء الله قرارة دي تكمل ان شاء الله الدكتور نبيل محي عميد كوليد صيد الله سبقا وعضو مجلس علماء مصر حقيقي شرفتنا وقفتنا الدكتور علي عوف رئيش عبدالأدوية بالتحاد الغرف التجارية اتمنى كل اللي حضرتك قلته حياتك والدكتور نبيل ان شاء الله يتحقق شاء الله نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني واقول برضو من لا يملك قوته لا يملك قرار ابقوا معنا ورجعنا لحضراتكم تاني برنامج امنية مصرية عشان اتكلم عن قضية مشكلة ازمة او كل المسميات دي اللي بتشغل بال الاسرة المصرية خاصة في الاقاليم هنلاقي مخالفة البناء على الاراضي الزراعية انا شخصيا ما باعتبرهاش مخالفة باعتبرها جريمة هيقولولي هي حرام عليك الناس كل اللي عايزاه قطين وصالة يسكنوا فيهم هردوا واقول دا حقه طبعا لكن لما نهدر الرقعة الزراعية اللي عايشين عليها وتبني حضرتك عليها القطين وصالة دون تنظيم وبعشوائية ودون تخطيط يبقى هنا عندنا مشكلة احنا عارفين ان احنا دولة زراعية الدولة بتسعى جاهدة في مشروع مليون ونصف الدان لتعويض الفقت اللي حصل بعد هوجة الاعتداء عن الرقعة الزراعية في ظل الانفلات اللي وجهته مصر بعد 25 يناير وحطنا قدام امر واقع عمارات اتبنت بالمخالفة لقانون في المدن وعمارات اتبنت في اراضي زراعية تم الاعتداء عليها بين يوم وليلة زي ما بيقولوا مجلس النواب بيعد مشاريع عشان حاجتين الاولى هي حماية الارض الزراعية والتانية اللي لازم برضو مجلس النواب والدولة وجهات التنفيذية اكيد عارفينها ان من حق المواطن سكن يعيش فيه وده حقه الدستوري واحدش قال فيه اي حاجة بس من غير ما ييجي على حق الدولة احنا معانا في الفقرة النائب الدكتور اسماعيل نصر عضو لجنة الاسكان في مجلس الشعب هنتكلم معاه عن كل اللي قلنا ده واكيد برضو هنجيب سيرس الدريبة العقارية اهلا بي اهلا بي اهلا بحردك معناها ان هيتم بهادم كل مخالفاته اه طبعا بس قبل ما ارد على السؤال مباشرة انا عايز ااكد ان الوضع وصل نتيجة الهوجة اللي انت اتكلمت عليها الى ان الرقعة الزراعية المصرية وصل حد الاعتداء عليها الى بنسميها الكريتيكال بوينت او يعني نقطة حارجة نقطة حارجة مقدرش اسمح بسنتيمتر واحد يضيع من الارض الزراعية كيف هي نضع؟ الكلام دوت مش كلام طرف ولكن ده كلام مصلحة بلد وامن قومي وشعب المفروض الارض الزراعية ده جزء من حياته زي وزي اي حاجة تانية الشعب لا يستطيع ان يعني يتنزل عنها او لا يستطيع اي فرح عشان كده احنا لما قلنا نفكر نعمل مشروع يمنع احد مواده بيمنع التصالح على مخالفات البناء على الارض الزراعية لان فعلا اعتقد احنا ممثل الشعب واحنا اه فيه زي ما قلت ان فيه ناس حصل اه حضرتك حياتك تعني منع التصالح يعني من الانوى صاعدا طبعا اه لكن ما بتعنيش منع التصالح في اللي تم بناءه بالفعل لا اللي تم بناءه بالفعل برضا لو كان تم انا انا ملتزم مع الراجل انت قلت ايه ده اوضة وصالة ولا قطن وصالة عشان انا ابني معايا او بنتي يبقى فيها اعتقد ان دي لن تكون يعني مشكلة دي سهل حلها لكن ثلاث باموار لكن اللي بقى لي ابراج داخل الاراضي الزراعية هتخش المرافق لها ازاي كيف سندخل هذه المرافق للعمارات هنرجع زي زمان ونشتغل بالطريقة اللي مر عليها اكتر من مئة سنة من فحش نمرة اتنين احنا اه القصة ليست اه فيها نوع من الظلم الاحد اللي مظلوم في القصة دي الشعب المصري نفسه لاني انا لما اقتقع جزء من قوته من احتياجاته من حاجات ضرورية قاسية لأي سبب من الاسباب غير مقبول عشان كده احنا لما بنقول التصالح له شروط ده بالنسبة للقديم ايه ولكن الجديد من 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 وقتنا ومن اللحظة اللي احنا بنكلم بها دي لن يسمح وعلى فكرة طب معنى انه لن يسمح ايه انه يرسل انا بس اعجي اضيف حتة مهمة اتفضل اتفضل على فكرة الناس اللي هت يعني فيه ناس بقى احنا عندنا ممكن نتحايل على كل حاج تم عمل تصوير جوي وخرايط كاملة بما هو قائم فعلي عشان اللي عايز بقى يولجع لو يطلع القانونة اه ابني اوضة ولا ابني ده كلام ده لن يسمح بلي ان خلاص التصوير الجوي اه رافع الواقع على ارض الطبيعة اذا كانت هناك مباني اه غرفة وصالة او غرفتين وصالة انا اعتقد وما تكونش متعارضة مثلا مع مشاريع قائمة مع حاجات اخرى يبقى اعتقد اللي هو زاكن الفلاح مع عائلة الغلبان لكن الراجل اللي بانى عشان يعمل برج على ارض زراعية انا بعتبر انه ارتكب جريمة جريمة بمعنى بكل مكونات وعناصب الجريمة طب اللي بانى بقى برج على الارض زراعية حيثك اشرت دلوقتي كيف سيصل اليه المرافق طيب هتعملوا في ايه بقى مهدى قبل القانون هنعمل ايه في اللي فات بقى انا شوفي مش ممكن اسمح بتوصيل كيف حصرف انا عشان اوصل لبرج اتعامل على الارض زراعية حواليه عشرات الافدنة نعمل هل يقدر قاعد جنب كده يقيم ما يشتغل بطريقة البلدي بتاعة زمانية طبعا ولا يمكن هيقبل وانا اعتقد ان قرار الازالة هيبقى وجوبي زي النهاردة لو واحد بنى بر خط التنظيم خلينا نشرحها انا بسمح لو يبني بر خط التنظيم لا لازم يزال المنشع حتى لو عشرين دور طالما بر خط التنظيم غير مسموح انا بقى خط التنظيم بتاع الارض الزراعية وميبديش عليها نهائيا لكن هناك مقننات واوضاع بتسمح لن فلاح يبقى عنده بيته اثنين بيته لا يعيش فيه ما قدرتش اقول ان ده اه شيء مخالف لكن المبدأ العام انه لا تساهل ولا تسامح في استقطاع او اه مخالفة ببناء على سنتيمتر واحد من ارض الزراعية وبحذر ان حاليا تم عمل تصوير جوي شامل بيوضح الوضع الحالي يعني اللي حيجي يبني سنتيمتر اخر مش حيقدر ينفي بقى لان فيه صور مؤكدة بتبين المكان ده ما كانش فيه مباني ده هيبقى الازالة وجوبية ولا تصالح طيب الجوز افندم بتاع ان طبعا من حق الفلاح ان كله بيت يسكن فيه هو واسرته واولاده طب هالي بيت ده له مساحات ولا هيترق للتقدير النسبي لا القانون السابق فيه بيوضح مساحات اعتقد ان هي نسبة من المساحة الكلية قال الارض يعني فيه مساحات معتمدة حتى لا تترك للتلاعب طبعا طبعا لو رحت الوضع لو رحت حتى اوروبا هتلاقي الاراضي الزراعية بيبقى فيها بيتريفي للراجل اللي بيشتغل او الناس اللي بتشتغل في هذا المكان ما فيهاش اي مشكلة لان دي لو حسبنا مساحة بيت 120 متر مسطح ليس بالمساحات الكبيرة ولا الوسعة ولا ولا يعني لا يسبب مشكلة وان طبعا لظروف حياتنا احنا في مصر لسه عايزين ناخد وقت على ما نطور حياة الفلاح لانه ده عصب الحياة في مصر الفلاح ويجب ان يقص حقه زي ما انت قلت وان اي بقى طب نحل المشكلة ازاي هو ده دور الدولة هو ده دور التخطيط هو ده دور الاسكان هو ده دور المحليات ان احنا ازاي نحل المعضلة ان انا عندي ابني كبر اللي كنت بربيه وهو صغير كبر واتخرج وحايز يبقى ليه اسرة هو ده بقى التخطيط الجديد وعشان كده انا سعيد جدا عندما سمعت اعلنت وزارة الاسكان انتهى من المخطط الاستراتيجي عشرين خمسين او اثنين وخمسين ايوة ليه المخطط الاستراتيجي هو ده اللي من خلاله هحط الاحوزة العمرانية هو ده اللي من خلاله هقدر ادي بلان للتوسعات العمرانية هو ده اللي هقدر من خلاله اربط شبكات الطرق اللي كلنا بنفخر كلنا كل الشعب المصري يجب ان يفخر ان يتحقق في هذا المجال اعجاز بكل صور الاعجاز و يعني شيء كلنا هنحس بقيمته في السنين الجاية لان المبالغ اللي صرفت عشان اعمل محاور طولية بطول مصر وعرضها ودائرية الكلام دوت بالعمال الانجائية اللي عليه من كباري وتقاطعات و كلام ده يا جماعة يعني مش هازا اقول طفرة اقتصادية ضخمة فعشان كده انا بقول اني لن نسمح للعشوائيات بقى ان تدخل حياتنا مرة اخرى لن نسمح اني الشيء اللي المفروض يتعامل بتخطيط احنا عملنا ورتبنا يبقى بندع كل اهلنا وناسنا شعب المصري شعب محب لبلده يكفي انه تحمل ما لا يتحمله احد عشان تنجح العملية الاتصادية امانا ان اللي جاي افضل واحسن برضك بنقول له تعاون حافظ على رقعة بلدك الزراعية اللي بيحاول الاعتداء بقى بطرق الغير سوية يجب ان يحاسب وعقب لذلك في مواد في القانون الجديد هتغلز العقوبة تصل الى سنوات كثيرة كبيرة من الحبس والسجن لعشان انا امام قضية امن قوم البلد امام قضية التفريط فيها بفرط في حق كل طفل وكل رجل وكل امرأة مصرية طيب هل يا فندا في المشروع لحدك اشرت اليه هل معنى كده ان يعني بجانب الاراضي الزراعية الواسعة هيكون فيه تخطيط لبناء مساكن متوسطة لابناء الفلاحين طبعا علشان وهو برضو هم قمزين حال كلامك مزبوط اولا انا بقيد فكرة ان احنا لما نيجي نعمل تخطيط لمدن جديدة او مناطق عمرانية جديدة يجب ان اضع في الاعتبار ان ما لا يقل عن 25% من هذه التجمعات او المجتمعات او المدن يخصص للمتوسط والاقل المتوسط والفقير بطريقة حتى الايجار التمليك حتى بالايجار فقط لغير واحنا على فكرة طالبنا وزارة الاسكان ومعالي وزير الاسكان اللي هو اصبح رئيس الوزراء وافع على ان مشروع الاسكان الاجتماعي يخصص منه جزء الى 25% للتخصيص بنظام الايجار لان انا الرجل الفلاح اللي لا يملك انه يجمع 30 الف ولا 35 الف ايوه انا بقول له اروق انضبط وما تبنيش واحنا هنحل مشكلة ابنك او بنتك بان احنا نعمل هو ده بقى التخطيط حال البديل البديل ولابد ان احنا فعل ان هي المشكلة بس في المحاوظات اللي ملهاش ظهير صحراوي دلوقتي معه وده بقى ميزة في ناس كتير ما كنتش فاكمة ان تركيز سيد الرئيس على ان يتم الانتهاء من الشبكة القومية للطرق بالشكل الحضاري العظيم اللي تم ده هو نجاح لكذا حاجة منها ان انا هخلق طرق جديدة تستطيع ان توصلنا في المحاوظات اللي ملهاش ظهير صحراوي ويبقى السهولة واقتصار مدة الزمن من الاتقال للمنطقة المكتصة دي الى مكان جديد ويتم تعميره على جانبيه ماذا بالنسبة اللي واضع اليد على الارض الزراعية اللي واضع يد على الارض الزراعية وزراحها هيتم التعامل معها لانه اصلح ارض واللجان المختصة في وزارة الزراعة برضا حينظم هذا الموضوع لاني انا يهمني الرجل اللي بيبني اللي بيبني يعني اللي بيزرع يعني بني بلده هو الرجل يستصلح ارض في مكان بس بشرط اللي يكون الاتصلح تم في ارض مخصصة مثلا لمشروعات تجارية او اصلا زراعية يعني او اصلا لو لو في حتة فعلا ما كدش الارض دي مستصلحة واستصلحة ده حقه لكن الوضع يده على أرض في منطقة زراعية بالفعل لا وضع يده على أرض كلمة وضع اليد على أرض ملك الدولة لازم يدفع قيمتها طبعا ده مش عايزة ده مش عايزة كلام أنا عايزة أقول أن القصة قصة أن كل واحد بالقانون يأخذ حقه وفي نفس الوقت بالقانون يحترم زي ما بقول كده خط التنظيم في المدن والمراكز بردك الكاردورات عشان كده أنا بقولك لما طلع المخطط الاستراتيجي وراء على طول بيطلع المخططات بقى التفصيلية والأحوزة داخل المحافظات حيبتدي كل النقطة تحط على الحروف النهاردة أنا لو ابني حبني له بيت في الأرض الزراعية دي وعرف أن المشروع الفلاني في المحافظة الفلانية محتاج المهنة بتاعته أو التخصص بتاعه حيجري جاري ويحاول ياخد سكن في هذه المنطقة اللي فيها مصدر أكل يعيشه وإنه يفتح أسرة النهاردة على غرار مدينة العالمين مش ساحل شمال اللي سايبين ونستغله لمدة شهرين ولا ثلاثة شب كل سنة مدينة العالمين الجديدة بالفكر الجديد للرئيس أمر وقال لابد أن احنا نعمل حاجة تكون مستدامة الفائدة يبقى تجارية وسياحية واقتصادية يعني شغل بقى هو ده الشغل اللي بيتعمل صاح النهاردة المدن الجديد دي بتتعمل على أسس أنه يبقى في سكن للناس وفي وظائف وفي تشغيل وفي عمل عشان أستغلها لفترة السنة كلها وليس شهرين وثلاثة إذن أنا عايز أوصل من الحوار إلى أن زي ما أنت قلتي أو يعني هل نقدر هنسيب الناس اللي بحتاجة سكن يعني للزمن والقدر لا ما فيش حاجة للزمن والقدر في تخطيط في مدن جديدة في محاور وده اللي أنا بأكد عليه أنا يعني من إعجابي لأنه رجل متخصص وشغلتي ما تم من إجازات لمشروع الطرق القومي ده أنا بقول كلنا هندي تعظيم سلام للي ساهم في أن يتم تطوير أمريكا بدأ بالطرق طبعا مش أمريكا بس أي دولة في العالم الاقتصاد في العالم الحجر الأساس بتاعه البنية التحتية وشبكة طرق قوية وسليم طب ده بالنسبة للأرض الزراعي حالتك الفترة الأخيرة بنسمع كتير على عمرات بتنهار في محافظات كتير بس إسكندرية دايما مش عارفة ليه بيبقالها كده نصيب الأسد يعني وده بيكون طبعا نتيجة أن تم مخالفة رخصة البناء وتم التعليقية بأكثر من دور وهذا مخالف للرخصة النسي بقى حضرتك حضرتكم هتعملوا إيه لا طبعا نحن بنعمل أولا بيعاد سيرة القانون البناء الموحد 411 من جديد وبأسلوب جديد سواء بيزبط كل ما يتعلق بالمدن الجديدة وقوانين الترخيص والتعامل مع القائم المباني وطبعا حينخصص جزء مخصوص عشان موضوع الوضع القائم لمباني القائمة المباني القائمة حيصدر قانون جديد للتعامل مع دي بقى الحتة الثانية مخالفات المباني أيوة التعامل معها مش هيكون من منطلق قبولي بالشيء الخطأ لا من منطلق أن الوضع القائم إذا كان مفهوش خطورة إنشائية مفهوش أتداء على خط التنظيم مفهوش مخالفة لقيود الارتفاع مفهوش يعني محافظ على سلامة المواطن على سلامة المواطن حيث يعني هذا على سلامة المواطن والوطن لأن احترام خط التنظيم واحترام للوطن واحترام يعني كلمة خط التنظيم عشان ما يبقاش الدنيا عشرية حد يخرج المتر والتاني يخش متر لا خط التنظيم والحد الفاصل ما بين المباني ونهر الطريقة ده حد معروف احترامه مهم جدا اذا الاتصالح هيتم بشروط هذه الشروط تسمح بان صروة غير مستغلة يعني في منهم جهاز المركز التعبير اللي احصل صدمنا كلنا وجي قال انه توجد في مصر عشرة مليون شقة غير مستغلة ده رقم يعني لو قلتيه لحد بيدرس اقتصاد ويعرف يعني سروع قرية قد يصب الجنوب هذا الرقم مليارات فاحنا يعني هنا بقى هو ده التعابل مع المشاكل بفكر مفتوح ومنضبط شوف الكلمتين بقول فكر مفتوح ومنضبط مفتوح يعني لازم استوعب القائم من مشاكل وشوف اللي لا يضر الوطن ولا المواطن اهلا بي حيضر الوطن او المواطن فورا يزيل خلاص يعني ما فيهاش محابهة لحد ما فيهاش ده اصله يعرف فلان يمينش حاله والتاني ما يعرفش لا مبادئ واحنا حتى في مواد القانون يعني طبعا لجنة الاسكان زاخرة بالخبرات الكافية وطبعا كل القوانين بتتراجع في الاجتماعات التشريعية والدستورية يعني اذا اقولي القانون بيطلع متكام عشان كده قانون البناء الموحدة احنا بقى انا يعني نص الدورة اللي فاتت كل شغل فيه وان شاء الله في بداية هذه الدورة يكون جاهز للصدور حضرتك يعني غالبا اللي بتكون عمرته تصلح للتعالية وعلى بدون ما ياخذ الترخيص بيكون نتيجة انه حاول اكيد بيكون حاول كتير جدا انه يمشي بالطريق الرسمي والروتين والطلبات الله اعلم يعني خلي الاولاي اللي بصراحة يعني انا حضرتك في ناس كانت بشايفة بدل التعذيب اللي بتشوفه من وراء ما يروه في الادارات الهندسية وطلب الامور الغير سوية عشان نخلي كلامنا منضبط شوية كان بيضطر الى انه يبني يقولك بقى بعدين اما المخالفة الجيل يحليني ايه لكن هتقولي تو بدون هنعمل معهم زي ما قلتلك اذا كان التعالية دي في حدود المسموح بقيود الارتفاع اللي هيحصل لها تعديل ونسب افضل اذا كانت في حدود القيود الارتفاع اذا كان المنشأ يتحمل هذه التعالية وما يبقاش مصدر خطر على بقية العقار واذا كان هذا المنشأ زي ما قلتلك مرتبط بخط تنظيم يكون شبابنا على ارض دولة اذا كان الامور الضوابط اللي احنا حطينا في القانون انا شايف انه لا مشكلة في ان انا اعمل نوع من التصالح هدخل هذه المبالغ تدخل فورا لمصلحة عمل مرافق او تحسين مرافق او صيانة مرافق او دعم مشروعات كثيرة تحتاج الى الدعم في الاسكان لكن لو ما فيش الكلام ده منطبق يبقى الازالة وجوبية وفورا حيثك لو بتيجي عمارة بيوضع الاساس بتاعها بتبتدي بناءا على هذه الاساسات بيتقال انها مسموح لانها تطلع بكذا طبق في تصميم تصميم موجود بيعتمد وبيراجع الاساسات وده مصبوط وابحص طربة واساساته بيجي صاحب العمارة قادر ان هو يبني مثلا دلوقتي اربع ادوار تمام بس هو اصلا الاساس بتاعه زي ما مكتوبه في التصميمات ممكن يبني تمنت ادوار ها هل هنا بيعوز تاني يلف على ورق تاني عشان يعلي لا هو المفروض لو صمم البيت على تمنت ادوار مثلا يبقى بيقدم الرسومات الاشيائية والمعمارية على التمنت ادوار وبياخد ترخيص ان العقار ده اقصر تفعل ايه ساي تمنت ادوار ما هو بيحصل ايه يا فندم ان هو بيدفع كتير في الترخيص لانه على تمن ادوار لا حر هيحك انا هولك احيي تكفاهم انا قصدي انا لا قصده ايه ان هو معهوش النهار ده يدفع للتمن ادوار ميجراش لكن الاساس اللي بيحصل عندنا ايه يا فندم ان هو بيبني الأربعة فليفع أوليين يجي بقى عشان ياخد دورين زيادة مقدرش ياخد الورق لا لا ياخد بصي القانون الجديد ما هو ده اللي حين نعمله في القانون 119 أو القانون الموحد للبناء طبعا هينظم هذه العملية ده فيه بقى خبر أكيد الناس سمعته كتير احنا موضوع الإدارة الهندسية هي اللي تبقى مسؤولة عن الرسومات وعن البداء كلام ده خلاص حيكون فيه خبر كان مكاتب استشارية على مستوى الأحياء مكاتب استشارية هي اللي حتى تولى عمل الرسوم وكتابة عقود الإشراف عشان ما يحصلش الكوارس اللي انت بتشوفها واللي قلت عليها هو الاعمارات اللي بتقول ليش معنا سكندرية اللي فيها عقارات بتوعك عارفها ليه أحد أسبابها ايه ان المخالف عايز يشتغل بأسرع ما يمكن عشان يخلص البيته ونموقف وسكن محده وفاهم بقى انه محدش هيقرب فبيحصل ايه دائما الاعقار وانشاء الاعقار يجب ان يمروا بخطوات مزبوطة ويتم استلام الاعمال وحديد التسديع وازاي قصة قصة مسهلة فاللي بيحصل ان العشوائية في الشغل اوام اوام بيؤدي الى وجود اخطاء انشائية اثناء التنفيذ او استخدام مواد بناء غير مطابقة او 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 هي اللي بتؤدي الى الكوارس عشان كده احنا قلن هنفصل تعامل المواطن عشان ما يتضيقش من الادارة انتسية الادارة انتسية هيبقى شغلتها ان تتأكد صلاحية الموقع للبناء عليه دي حاجة بقى ما فيهاش حظام نمرة اثنين ان تتأكد ان المنشأ الذي تم الترخيص به تم تنفيذه مطابق لخط التنظيم وقيود الارتفاع اما التنفيذ نفسه اصبح والرسومات نفسها واعتماد الرسومات كل ما يخص الرسومات ده المكاتب الخاصة او الاستشارية الخاصة هي هتبقى مسؤولة عنه وفي النهاية لما يخلص المنشأ هياخد شهادة صلاحية هدك تنتظر امتى صدور القانون اعتقد ده يعني لن يزيد شهر بعد دور الانعقاد بتاعنا من تاريخه يعني اكتوبر او الاكتوبر يعني على نص نوفمبر بكتير لازم يكون القانون قد صدور واللايحة التنفيذية اللايحة التنفيذية القوانين اللي زي دي المفروض اللايحة التنفيذية بتاعتها بتصدر معها ووزارة الاسكان وفي المهندسة اللي يعني صراحة اللي بتيجي معانا وهي مسكة هذا الموضوع انسانة احترام جدا للمهندسة تنفيذة اعتقد ان هي مجهزة العناصر الاسائية في اللايحة التنفيذية لان يقولوا كده او مش بيقولوا ده الواقع اللايحة التنفيذية اما نعيم يؤدي الى تنفيذ القانون صح او شيطان يؤدي الى تكبيل القانون وعدم تنفيذه صح في الامور اللي تخص بلد وتخص موبعاتنا مفيش هزار لابد ان يكون اللايحة التنفيذية جيدة ومطابقة لفلسفة ونص القانون اشكرك يا فندم دا املنا كلنا دكتور مهندس اسماعيل ناصر الدين عضو لجنة الاسكان مجلس النواب شرفتنا يا فندم الله يفعل والهنا وصلنا لآخر حلقتنا صباحوا على الف خير وهنا واشوفكم الاسبوع الجهي ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة